فاركو يحقق فوزاً كبيراً على الزمالك بسلسية نظيفة ويمنح طارق العشري الفوز الثاني على الطاقة النهاردة فاركو عمل مباراة كبيرة أمام الزمالك وقدر يكسب بالتلاتة والزمالك لسه عنده مشاكل تيكتيكية وفردية محتاجة حلول سريعة الزمالك مش لازم يرمي المنديل في المنافسة على الدورة ومحتاج يلم نفسه بسرعة علشان اللي جاي أهم لنا كلنا مواجهة مهمة أمام شباب بولزداد يوم الجمعة الفوس فيها بيعيد للزمالك الهدوء مره يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بصوا بقى النهاردة جاي أقول كلمتين في القلب وفطفط قبل ما نخش على مطش الزمالك وفاركو وتفاصيله والحكايات والروايات الزمالك النهاردة خسن من فاركو وانا ما زلت عند رأيي الزمالك مش في أزمة ولكن في تعصرات تعصرات يستطيع بعدها انه يلم نفسه والنادي الأهلي عنده مواجهة في منتهى الأهمية أمام ريال مدريد يوم الأربعاء القادم طيب الزمالك محتاج هدوء والأهلي محتاج تركيز صح كده هدوء وتركيز ببساطة شديدة بين الاتنين دول بين الهدوء والتركيز في كثير من الضوضاء في كثير من الأزمات اللي بدون لازمة وهكلمك بصراحة أكتر يعني اللي زي حالتنا اللي بيطلع قدام شاشة الناس الجمهور الكورة العصبي مش المتعصب العصبي الفريق وبيحب فريقه قوي مستني من الراجل اللي بيطلع على الشاشة ده انه يكون أداءه نفس أداء المشجع وده مهنيا خطأ فادح وحضرتك نفسك لما بتشوف إعلامي بيعمل دور مشجع حالك تقول لا ده ما ينفعش إعلامي ده مشجع فالإعلامي مش المفروض يعمل كده طيب احنا المفروض نعمل ايه او اتصور المفروض نعمل عشان برضو مش أنا اللي أقول ايه المفروض ومش ايه المفروض اتصور ايه المفروض انه تعالوا نشوف حتة في النص كلنا نقف فيها مش لازم نتخانق مش لازم نعمل أزمات مش لازم نسرخ ونعمل دوشة على حاجة بكررها ألف مرة أنا أعطيك كل الحلقات قلتها وهقولها النهاردة كمان على حاجة اسمها لعبة لعبة كرة القدم تخيل فيه ناس بتتدايق وبتتعصب وبتتنرفز وبتعمل دوشة في لعبة بنستمتع بيها يعني اللعبة ايه لعبة في الدنيا ايه انك تستمتع بيها لو بتلعبها فانت بتلعب رياضة حاجة ليه علاقة بصحتك وجسمانك وخلافك لو بتتفرج عليها فانت المفروض تستمتع فالهدوء يخليك تستمتع طيب مين بقى المسؤول عن الهدوء ده المسؤول عن الهدوء ده مسؤولين الأندية لأجهزة الفنائية الأندية اللاعبين حتى الجمهور الجمهور انت دورك تعمل ايه خد بالك انا دايما بحط الجمهور على جنب يعني ايه وانت راجل بتشجع وبتحب فرقتك وما بتخشش في دوشة وغير مستفيد فانت اخر واحد حد اصلا يفكر يا حزبك انت بعيد عن المحزبة اساسا بس انا بلوم على المشجع اللي بينجرف وراء كل العصبية والدوشة دي انت راجل عندك ضغوطك في الحياة عندك أزماتك في الحياة كلنا يعني كلنا بدون استثناء عندنا ضغوطات مختلفة فانت بتبقى عايز تتفرج على مباراة عشان تهدي أعصابك عايز تتفرج على برنامج رياضي عشان يا ايه ما تاخد معلومة تخليك تفكر فيها يا تسمع مادة مسلية تسمع حوار مسلي فتبقى مرتاح مرتاح نفسيا فوسط ضغوط الحياة كلها تلاقي حاجة تتنفس فيها ايه بقى اللي بتتنفس فيه ايه اللي بيريح مزاج المشجع المصري الشعب المصري كورة ادي له بقى كورة ودي له مكسب ودي له محتوى محترم يبقى مرتاح نفسيا وسليم ده دورنا يا جماعة احيانا الناس تي وتقابلنا وعلى سوشال ميديا هو انت ليه ما قلتش على فلان كذا ويقول لك اشتموا عايزك تشتموا وانت ليه ما تتحددش وتخانق انت مع فلان يا فاني مهونة لما هنطلع كلنا نتخانق انت هتبقى مبسوط انت هتقول لي ايه اه ما انت كده هترضي الغضب اللي انا فيه لا خالص بالعكس مش تبقى مبسوط هتسخن اكتر وهتتعصى باكتر طب احنا شغنايتنا ان احنا نهدي الدني اه نهدي الدني دي ما اسمهاش اللي هو ايه اه يا انت مش عايز تقول فلان باسمه وفلان باسمه وده اللي عمل وده اللي ما عملش مهيق لما هقول فلان باسمه وده فلان باسمه هنخش اخناق كلنا بقى يلا تعالى انا هتخانق وانت تتخانق واللي جنبي بيتخانق وكلان من تخانق في الاخر هتطلع انت الخسران الراجل اللي عايز استمتع ويتسلى ويرفع عن نفسه الضغوطات نفرح جدا نفرح جدا للنادي الاهلي هو عنده مواجهة تاريخية امام ريال مدريد يوم الاربع نفرح له جميعا كل الجماهير المصرية فريق مصري يواجه اعظم فريق في العالم في بطولة رسمية عيب بقى هل هو عيب لما نطلع نقول يا فرحتنا يا فخرنا ان النادي الاهلي المصري هيواجه ريال مدريد في بطولة رسمية هل ده عيب لا مش عيب طبعا طيب هل لما نيجي نقول ان الزمالك مش في كرسى او مش في قزمة هو في بعض التعصرات ويقدر يلم نفسه يقدر يلم نفسه هتقول لي ازاي يعني ويعني هو الزمالك لما بيخسر تقول لي يلم نفسه لما الاهلي بيخسر تقول لي مين غلط ومين مش عافية لا في الناحياتين بنقول كده ومن كده بنقول كده على الإسماعيلي وعلى الاتحاد وعلى فرقه وعلى فيوتشار وعلى بير اي نادي ندعم او ما لاش ندعم عشان ندعم نيبي تدايق ننصح ننصح يعني مثلا هتقول لي النهاردة الزمالك خسم من فرقه وفرقه تحديدا هتكلم عنه كتير عشان لازم ياخد حقه كتير بس الزمالك النهاردة خسم من فرقه ثلاثة سفر نتيجة صاقيلة جدا على اسم نادي الزمالك وانه فريق بينافس على الدول بس لما تبص برا منشستر نايتد كان بادئ الموسم بشكل كارسي في الدولة الانجليزية ومشي بعد كده بشكل رائع ليفربول اللي كان بينافس على كل البطوات واخد كاس الاتحاد الانجليزي وربطة ووصل فاينال تشاملز ليج ووصل لآخر نقطة في الدولة الانجليزية لآخر مباراة في الدولة الانجليزية السنة دي يعاني جدا شبه ازيزاء مالك يعني ازيزاء مالك كان بيكسب كسب بالدولة والكاس السالة فاته السنة دي يعاني هل ليفربول خلاص هيرمي المنديل ومش هي خلاص بقى انا كل حاجة بوضت في حياتي هل ليفربول هيقعد يقول اصلي فيه ظروف خارجية هي السبب بالمناسبة بالمناسبة وبرضو انا النهاردة زي ما قلت لك انا جاي اتكلم معك بوضوح هكلمك عن نفسي واعتبارها حاجة شخصية انا راجل لما ييجي مثلا حد يقول لي كريم خد بالك انت مش ناجح فبعد اكل في نفسي واقول اه ده انا اصرت في كذا وكذا وكذا عشان كده حد قال لي انت مش ناجح او مش حد قال لي او انا فعلا مش ناجح فانا مقصر اقول اعدلهم سهل جدا اقول ايه لا والله انا مش ناجح عشان مش عارف فران بيخبط فيا فين ومين بيعمل لي ايه ومش بيديني ايه وحصل لي ايه واعد قدي مباردات كتيرة قوي تطلعني بريء من عدم النجاح ده بينطبق على شغلك بينطبق على حياتك الشخصية بينطبق على مستوى الاندية والاتحادات وفي اي مكان في العالم اسهل حاجة في الدنيا ان احنا نرفع ايدينا ونقول مش انا سبب الخسارة مش انا مش انا المسؤول دي ظروف خارجية طيب لما بقول كده ايه اللي بيحصل عندي مثلا لعيبة تقول ايه طيب ما والناس كلها مسؤولين عن النادي دوت او المدير الفني او الجماهير شايفين انه فيه ظروف خارجية طيب يا عم انا هنزل لعب اي حاجة كده 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 محدش يحملني المسؤولية با مش انا اللي غلطان هيهبط هيهبط لا تعالى بقى انت النهاردة يا لعيب يا فلاني في نادي الزمالك النهاردة كان ممكن تقدم اداء احسن من كده النهاردة المدير الفني نادي الزباك اللي كان النهاردة كابتن اسامة كنت محتاج تبدأ بطريقة معينة او بتشكيلة معينة مثلا ده الكلام الكويس وعدك حاجة توضح الامر اكتر نادي الاهل السنادي ماشي بشكل رائع جدا جدا يعني ايه متصدر دوري كاسبان سوبر واصل النهائي الكاس بيلعب مع ريال مدير في نصف نهائي الكاس العالم تمام هل النادي الاهل السنادي او الموسم ده خرج مثلا ببيان انتقط في حكام او انتقط في اتحاد الكورة او 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 لا ليه الامور ماشية ومركزين والدنيا حلوة والدنيا هادية فمش محتاج اشتت نفسي لا اهل السنة اللي فاتت لما كان فيه تعصرات احساس انه فيه ظروف خارجية هي السبب نفس القص نادي الزمالك السنة اللي فاتت واشدنا بده جدا لو تفتكروا الموسم اللي فات وقلنا اكتر حاجة ننجحت الزمالك الموسم اللي فات الهدوء والتركيز وعدم انه يبص برا ايه اللي بيحصل برا انا مركز في فرقتي فنجح الزمالك نجاح باش زي ما الاهلي ناجح حتى الان نجاح كبير جدا ليه الهدوء هدوء اولا واخيرا انا عندي مثلا نواقص في فريق في مراكز مش جيدة ادور على لعيبة عندي جهاز فني مش مواه ادور على جهاز فني عندي مستحقات مثلا متأخرة امش بتكلم على نادي بعينه دلوقتي انا متكلم بشكل عام احل قزمة المستحقات ابص عندي الاول ابص جوه البيت الاول اكمله واشوف بعد كده وعن تجربة على مستوى شخصي وعملي وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى العالم كله متابعة كلها اللي بيركز جوه بيته بينجح اللي بيركز برة عمره ما بينجح عشان ببساطة شديدة كلنا كلنا الجنس البشري ده كله شوف بقولك كلنا في العالم كله كلنا عندنا اخطاء مش حد فينا مثالي دور على اخطائك وصلح مش عيب ومنفعش تقولي انا ما بغلطش ما فيش كده ما بتحصلش رئيس الاندي الان ما دي بيغلط ومدرب الانديد بيغلط يورجان كلوب بيغلط في ليفربول بيب جارديولا ساعات بيبقى وبيتفلسف وبيغلط وكده راجع الناس العظيمة اللي في العالم في الكورة كلهم بيغلطوا بس بيصلحوا وبالمناسبة نفس الاسمانة اللي انا قلتها دي اللي هو بيب جارديولا ويورجان كلوب وجوزي مولينيو ورئيس نادي الان مدريد ورئيس ليفربول كل الناس دي ساعات بيقولوا التحكيم ظلمنا ساعات بيقولوا التحكيم ما هو السبب بس ما بيقفوش عندي دي كتير بسرعة يقول ايه انا عندي اخطاء في الفريق انا عندي مشكلة في التشكيلة انا عندي مشكلة في الغيابات اللي عندي يبص عنده ايه مايفضلش يبص بره عشان لما هتبص بره وتضيع وقت بره مش هتلحق تلم نفسك جوه فالموضوع يكمل معاك فلو ليه النصيحة لو ليه النصيحة لنادي الزمالك الزمالك محتاج هدوء بس انا شايف انه لحد دلوقتي رغم انه فيه لعيبة مهمة مشت من نادي الزمالك زي امام عشور في اخر حاجة بس ليس الزمالك عنده تشكيلة محترمة ليس الزمالك عنده دكة محترمة الزمالك بتشكيلة اقل من العدد اللي موجود ده الموسم اللي فات عمل اداء رائع جدا في ظروف صعبة جدا فيه عقاف قيد دولي مش القصة بتاعة الاتحاد والتلاث لعيبة والكلام ده كل اكتر من كده بكتير الفرق بس كان ايه زمالك كان مركز جدا الموسم الماضي الدنيا بتقلب حواليه ما قاليش دعوة انا مركز في رئيتي وهنكسب هو انا فاكر مسؤولي نزل باكره بتلاقيه يقوله كده يقوله احنا مش مركزين غير مع فريقنا وان احنا نكسب الدوري ونكسب الكاس كسبوا الدوري وكسبوا الكاس نفس الامر السنة دي هو بيعملوا القاتل احنا مش مركزين غير في ان احنا نرجع ناخد الدوري اللي خسرناه ومسيبينه ورا بعض نوصل النهائي كاس ناخد الكاس كسمنا السوبر تركيز لما كل واحد بقى زي بيقوله ايه يركز في كتابه في ورقته هنشوف حالة حلوة هنشوف كرة ممتعة هنشوف رياضة حقيقية هنشوف لعبة مسلية هنشوف جماهير هادئة عشي احنا كل حاجة في الرياضة اللقتي او في الكرة بقت اكستريم لو ايه يقولك ايه الحق كريم النهاردة عمالي يقول كلام في العام كده ومش عايز يشتم في فلان ليه يا عم اشتم وليها زعق وليها تخانق هتستفيد ايه انا بضرك كده ممكن النهاردة تقول ايه اه ده كريم عمل لقطة حلوة اوي وعمل قصف جابها عظيم ورد على فلان ودال ومش عارف ايه وعمل ايه انت استفدت ايه انت استفدت ايه ولا حاجة انت بالعكس انت هتتوطر اكتر وهتعصب اكتر نلاجع نفسنا استمتع بالكورة استمتع باللعبة حب فرقتك اوي حبها اوي حبها اوي هتشقلك حاجة وابدل حبها اضيف لك حاجة كمان وهزر اصل الكورة والرياضة في العالم كله التنافس ده في ايه زي ما انو احنا صغيرين انا فاكر والله المكان الاهلي لعب الزمالك والزمالك يلعب الاهلي كانوا يعملوا ورق كده ما كانش فيه بقى انترنت ولا الكلام ده كله ورق كده مطبوع والنادي الاهلي مش عارف يعمل ايه في الزمالك والزمالك يعمل ايه في الاهلي والناس تصور الورق بوت ويقعدوا يوزقوه البعض ما فيش بقى بوستات على الفيسبوك ولا الكلام ده كله والناس تقعد مع بعض على القهوة ولا في الشغل يعودوا يهزروا ويتحكوا يتحكوا يقولك ده انا النهاردة رايح الشغل خسير طرهان ده انا هعزم المكتب كله على الفطار ده انا مش عارف ايه متعة حتى لو انت خسران انت رايح مستمتع النهاردة هيحفلوا عليك في حفلة عليك انت النهاردة بقرة في حفلة عليك واحد كذا ونستمتع مش بقولك انه لا لا بص انت اهلاوي فاقعد جيب سيرت الزمالك على لسانك وانت زمالكوي اقعد جيب سيرت يا جمالة مدهزار ومشجع ريال مدريد بيقعد يهزر على مشجع برشلونة ومشجع منشستر نايتد بيقعد يهزر على مشجع منشستر سيتي مواد التنفس وده اللعب يعني ده العادي بس دون إساءات دون عصبية دون مبلغات ونرجع ناس طبيعيين بنستمتع وبس فاكر واحنا صغيرين برضو شي بشي يذكر يعني كان يجلنا الناس يقول لك تلاوي الصحاب الصحاب مجموعة الصحاب مع بعض رايحين ماتش الاهلي والزمالك المجموعة الصحاب دول بقى فيهم اهلوية فيهم زمالكوية دول راحوا مدرجات الدرجة التالتة يمين ودول راحوا مدرجات التالتة شمال وهنتقابل في المطعم بعد ما يخلص الماتش مين كسر مين خسر احنا رايحين نتعش بعد الماتش والدنيا بسيطة اللي بيخسر بيزعل واللي بيكسب بيفرح طبيعي بس ما فيش أبوارة احنا بقينا مأبوارين قوي قوي مبلغات والمشكلة انت طول الوقت عايز يعني كلنا نتجرر المبلغات مش انت المشجع يعني لما تكلم على اللي بيحاول يعمل تعصب ويعمل أزمة انه يلا كلنا جماعة نتخانق لا مش نتخانق انا شخصي ان انا واخد عادة على نفسي طول ما انا شغال في الكورة وفي الرياضة يبقى انا مش عائل لو دخلت اخناقة مش عائل اسمها رياضة اسمها لعبة فاخناقة ايه اللي في الرياضة واللعبة دي عجبا ما ينفعش فاركو بقى النهاردة فاركو عمل مباراة محترمة قدام نادي الزمالك فاركو عمل محترمة مباراة محترمة قدام نادي الزمالك ليه فارك بول بالمناسبة لسه من يومين خاصة انت هذا سفر ورده عشان انت ما تلعبش نفسك وخلونا منطقيين يا جمعة الكورة دلوقتي كلعيبة الكورة في مصر المستويات بقيت متقربة يعني اللعيب اللي في فاركو قريم من اللعيب اللي في الزمالك قريم من اللعيب اللي في الاهل نفس الامر في فيوتشر نفس الامر في بيرامدز نفس الامر في غزل المحلة المستويات بقت متقربة بقاش فيه زي زي زمان في التسعينات انا فاكر في التسعينات الاهل وزمالك يلعبوا فيه مباراة كده الأهل والزمالك يخشوها كي 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 سباننا إلا عن لو حصلت مفاجأة غير متوقعة بالمرة لكن دلوقتي لأ المستوى بقتوا العيبة أوش أوش وزيبان في التسعينات كان أهل والزمالك يعرفوا يشتروا كل اللعيبة اللي في مصر دلوقتي لأ فيه أندية بتخش تاخد لعيبة من الأهل والزمالك فخلاص يعني مش كل اللعيبة كبيرة موجودة في الأهل والزمالك لأ فيه لعيبة كبيرة في فرقة تانية في الدور ففارقه ياخد حقه عنده مدير فني محترم الكابتن طرق العشري تولى المهمة من المباراتين كسب مباراتين في منطقة الصعوبة المصري والزمالك فارقه اللي كسب في الدورة حتى الآن كل مبارات واربعة كسب منهم اتنين طرق العشري في المباراتين فيحسب له نشيد بطرق العشري بدلا ما احنا عامين نقول الزمالك كان وحش تما نقول ان فارقه اللي كان كويس طرق العشري عمل مباراة محترمة لعيبة فارقه النهاردة عمل ومباراة هيلعمل جمال عمل مباراة كبيرة جداً اللعب سيفتري ده لعب حكاية سيفتري ده حكايته حكاية كمان يا جماعة سيفتري ده هو اللي تسبب في إيقاف القيد لفاركو وبعد ما تسبب في إيقاف القيد لفاركو جاله روباط صديبي يرجع من الإصابة بس لعيب حكاية لعيب حكاية فاركو النهاردة عمل مباراة دفاعية وهجمية ممتازة ممتازة ببساطة يعني هو لازم الأقل يكسب ولازم الزبانك يكسب تاركو عمل مباراة ومختارة بس تحك عليها كل التحايا ازا مالك لغبطة كتير جداً الفترة اللي فاتت سواء برحيل الفرير أو عودته كابتن قسامة نبيه يوم مشاكل بتاعت اللاعبين مشاكل القيد فيه لغبطة كتير تمام رغم اللغبطة الكتير دي في رأيي اللغبطة دي تخلص في يوم في يوم واحد قاعدة كده حلوة للجهاز الفني مع بعضه مع اللاعبين نحتاجين ناخد خطوة لقدام ننسى اللي فات ازا مالك يحاول يخلص مع اتحد الكرة قصة القيد ديت ياخد اللاعبين دول ويدعم بيهم الفريق لاو لاو الحق في ذلك عشان انا برضو مش عايز تدخل في امور جدلية بيقول لك ايه الحق كريم بيقول انه اللاعب ماليش دعوة اللي ليه حق ياخده يعني لو الزمالك حق ان ياخد التلات لعبين ياخدهم اتحد الكرة نفس الامر العكسي فالموضوع بسيط يعني بس كل الحاجات دي تتلام الزمالك عنده مواجهة في منتهى الاهمية امام شباب بل ازداد يوم الجمعة طيب اهو الوقت الزمالك ممثل مصر كلها ممثل الكرة المصراية في مواجهة افريقية امام شباب بل ازداد يبقى لو سمحته هدوقوا بقى هدوق ولم بسرعة هبتكلم على كل من هو في منظومة نادي الزمالك لموا بسرعة وما زلت عند رأيي انه الزمالك مش في كارثة الزمالك خسر صحيح كم مباراة بس لسه عنده بطولة افريقيا لسه عنده الكاس الجديد لسه عنده الدورة ما ينفعش علم في المنديل واحنا بنتكلم ان كل الفرق متساوية او مش متساوية المستويات متقربة فكل حاجة ممكن تتغير ما تنميش المنديل ما تقولش لا خلاص الدورة انا رميت طوبتو انا هشتغل على دورة عبطال افريقيا لا ما تنميش لسه بدري بس بدري او كمان يعني ده رأيي يعني طيب كواليس بقى مدار في الزمالك حول مباراة فاركو تعال اقول لكم شوية كواليس مهمة اولا مباراة فاركو كانت مسؤوليتها الفنية كاملة لكابتن اسامة نبيه حيث تولى ادارة الفريق خلال اللقاء رغم وجود اسم البرتغالي فريرة في قائمة المباراة وايضا تواجده على دكة البودلاء كما ان نبيه هو من القى المحاضرة على اللعبين قبل اللقاء وايضا هو من اعلن التشكيل الرسمي للفريق ثانية المحاضرة التي كانت بين شوطي المباراة القاها اسامة نبيه على اللعبين ولم يتحدث فريرة مع اللعبين في اي امور فنية وكان حديثه عبارة عن تحفيز فقط من اجل تعويض الاهداف التي سكنت شباك الفريق في الشوت الاول ثالثا خلال المباراة فريرة لم يتدخل في الامور الفنية الا في امرين فقط الاول هو استفساره من احمد عبد المقصود مدرب الفريق عن سبب تغيير مصطفى الزناري ودخول المدافع الشام محمد طارق بدلا منه حيث ابلغوا عبد المقصود باصابة الزناري بشد في العضل الخلفية والامر الثاني هو طلبوا من الجهاز الفني سرعة تغيير الزناري بعد ان رفض اللاعب الخروج في اول مرة وتجدد اصابته بعدها حيث حذر فريرة من تفاقم الاصابة بعد المباراة قرج الجهاز الفني للزمالك بالكامل مسرعا من الملعب الى غرفة خلع الملابس باستثناء فريرة الذي وقف امام الممر المؤدي الى غرفة الفريق من اجل تحاية اللاعبين ودعمهم نفسيا ومع نوايا المدارب البرتغالي رفض تماما حضور المؤتمر الصحف الخاص بالمباراة خصوصا انه لم يكن الموديل فني خلال اللقاء وهو ما جعل الكابتن اسامة نبيه يحضر المؤتمر ويأكد انه كان المسؤول الاول عن ادارة هذه المباراة بعد نهاية اللقاء كان هناك حديث بين السلاسي اسماعيل يوسف مدير الكرة واسامة نبيه المدرب وامير مرتضى المشرف العام على الكرة بجانب غرفة خلع الملابس في الوقت الذي كان يتحدث فيه فريرة مع اللاعبين حيث اكد البرتغالي ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الامور وانه يجب اعادة الفريق للمسار الصحيح مرة اخرى سابعا فريرة سيبدأ دوره مع الفريق من السلساء استعدادا لمباراة شباب بلزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الاولى بدور المجموعات من بطور الدوري ابطال افريقيا وفي نفس الوقت يتمسك بوجود مساعدين معه في الفترة المقبلة وهما محل الأداء ومدرب بدني اجانب زي ما قلت لكم سهل جدا اننا نتحدث عن هزيمة الزمالك بس هو الحق ان احنا نتحدث عن فوز فرقه لعمل مباراة كبيرة على مستوى الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق العشرة على مستوى اللاعبين مباراة كبيرة جدا دفاعيا فرقه عمل مباراة محترمة جدا هجوميا عمل مباراة محترمة جدا فايش هادة؟ ما فيه فريق بيكسر وفيه فريق بيخسر عادة عادة يعني الناس تتحدث عن خسارة الزمالك او خسارة الاهلي بس بنسبة اقل يتحدثون عن انتصارات الفرق اللي بتلعبهم رغم انه المفروض العكس فبصراحة فرقه محتاج ياخد حقه جدا مباراة ثانية على التوالي انتصار مع الكابتن طارق العشرك بعد مباراة المصري مباراة صعبه جدا امام المصري مباراة صعبه جدا امام الزمالك فبالتأكيد لازم نهني الكابتن الكبير الانتصارات السريعة جدا philosophy تنطرق مليون مبروك. شكرا كريم. تحياتي لي كل أسر في البرنامج. يعني النهاردة مباراة كبيرة جدا امام نادي الزمالك على المستوى الدفاع على المستوى الهجومي. ما فيش شك. مباراة كبيرة جدا امام فريق كبير نادي الزمالك. ومباراة من العالي السقين ست نقاط يعني تلات نقاط بطاعة بحسبة ست نقاط. قصة انها جاية بعد مباراة نادي المصري. وعلى التوالي فوس تاني. على التوالي مهم جدا لفريق فارقو. بيعملنا القفز قويز جدا في آآ جاته المسابعة. ونبنى عليه ان شاء الله في المستقبل قبل بداية الدور التهني اللي هيبها بعد اربعة اياه معنا دول. مع البنك الاهلي. مم. فمبروك للمجلس الادارة ومبروك الجهاز الفني واللاعبين. وخلاص احنا بنطغل الصفحة وبنبص للي جايه. لان اللي جايه هو المهم. مم. كنت داخل المباراة دات وعارف انك هتعمل مباراة كبيرة او نتيجة كبيرة امام نادي الزمالك في زل حالة نادي الزمالك في الفترة الاخيرة. ولا كنت الان من فكرة انه الزمالك ممكن يكون فاء او رجع لمستوى تاني بعد الانتصار على فيوتشر. انت بتلعب امام فريق كبير باسم نادي الزمالك. وفي الشاك كبير بالاستعداد الفني والزهني والنفسي اللي عابين. ايه بقى على مستوى حدث المباراة. يعني خلا نقول احنا رتبنا المباراة. احنا بعد مرات المصري مباشرة. اه يعني فعالة كميع العصائلة صراحة. ورفعنا الحاملة بشكل كويس. اه. وبعدين نبتدنا نرتب ونضع الاسلوب المناسب لعبين المناسبين. واللي هيواجه فريقا. شاهدنا كتير كده انا الزمالك وبانين اخططنا عليها. الحمد لله اللي تم ترتيبه داخل الاسبوع او خلال الاسبوع اللي فاته. اه تم تنفيزه في المباراة الشيء جايد اللي اسعدني. الولاد استجابتهم عالية جدا جدا. خلال عشر ايام تحصل ست نقاط من فريقين كبار. اعتقد ده مدلول جايد تبني عليه في المستقبل. صحيح. ويقول برضو ان احنا المكان اللي فعنا دي طارقه. لابد ان احنا نعمل قرصة كبيرة طاليخ باسم المكان واسم مجلس الادارة والدعم اللي محتوط. درجة اللي محتوط. ان شاء الله بإذن الله تعالى نبنى على الفوز بها بشكل كويس. والولاد كانوا الفترة اللي فاتت محتاجين داع المعنوي شكل كويس. محتاجين انهم يتنظموا. محتاجين انهم يلعبوا على هدف. لعبوا باستراتيجية معينة. وده يمكن اللي في خلال عشر طيام تحدثنا معهم. ولذلك الاستجابة بتاعتهم. عالية جدا. انا في حقور بالتوارد معهم. وعندي تبوح كبير جدا 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 معهم ان احنا نعمل نقلة كبيرة جدا لفارقه. صحيح. النهاردة شفنا لعيب. مش شفنا لعيب. شفنا اجانب في نادي فارقه. اجانب رائعين جدا. كابتن طارق تحديدا كمان. يعني اللعب سيف تيري. النهاردة حديث الجواهير المصرية بعد الهدف الرائع اللي جابه. خاصة سيف تيري. كان لها وكسها مع فارقه. انه كان تسبب في ايقاف الكويد. وبعد كده اصابة الرباط الصليبي. بيرجع النهاردة من مستوى رائع جدا. في الشك. وخلي بالك وقت قصير اللعبه. ولكن بيدل على على لعيب كبير. اه. يعني ان هارد فارقه التبسكه به بشكل كبير. تان باغم ان هو اعرضهم للاقاف. لكن والاصابة طبعا اندخلت منه بشكل كبير جدا. لكن هارد عنده طموح. وصلاة في العودة مرة اخر. اش هو بس. لا ده كل اللاعبين. طموح ده لمسته من خلال التوجودي معهم. واللي ما قلته بشكل كويس جدا. اه. نحن لقد ان احنا نلعب على هدف. ونحط ونوكافح من اجل تحقيق هذا الهدف. وانا اللي بيطلبه مجلس الادارة بصراحة. دعم. لا يعني يعني غير محدود. الفريق. طبعا مستر رئيس. وجميع اعضاء مجلس الادارة. واتفاة فكاية جدا جدا من الجهاز الثاني والاعدين حاول حاول تحقيق الهدف ده. في الشكة احتاج مننا بذل بجهود. هي احتاج مننا. مضحيات هي احتاج مننا. عشان نوصل للمكانة اللي انا انا امكين بحب انها تعمل فيها. وهي التواجد مع الكبار. وده المكانة اللي هنسعى ده بشكل بكل قوة خلال الفترة اللي بيات شو الله. صحيح. طيب. كابتن طاري. انت صارين على التوالي مع فاركو المصري والزمالك. مباراتين في منتهى القوة. تهدي شوية من امورك النفسية بعد ما حدث في السموحة في الفترة الاخيرة? انا يا كريم خلال اقول للمسك. اه صفحة سموحة دية يعني انتوت خلاص بالنسبة لي. واصبعت في الماضي. وانا دايما بحب اعيش في المستقبال. مستقبالي الان هو مع فريق فاركو. مم. لانا وجدت فيه طلتي زي ما قلت. مجلس ده انا متفاهم. عنده استراتيجية. عنده بلان. وعنده تموح. وده يمكن انا بحب بتعامل معه بشكل كويس جدا. وترك اللي الدفة. الكمل بما حمل. مم. وانا بحب اتعامل في مثل هذي الاجوان. مم. ان شاء الله باذن الله تعالى به العكس ده على الفريق بشكل كويس. على صعيد النتائج. وعلى صعيد الاداء. يعني اللي يخلي الفرقة بتنتج هذا الانتاج في وقت قصير جدا. مم. يدل على مجموعة العابين جيدين. اه مع الوقت هيتحسن ويتطور بشكل كبير جدا جدا جدا. على جميع العصائد الفنية. وكمان على صعيد النتائج بإذن الله تعالى. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو. انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة اخرى لانتصار الكبير على نادي الزمالك اليوم. مدرب محترم بصراحة يعني. كابتن طارق العشري مدرب محترم. مع حرس الحدود عمل انجازات تاريخية. مع طارق الجيش المسلم اللي فات انهي معاهم في المربع الزهبي. حصل ما حصل مع سموحة. يعود مرة اخرى لالواجهة. واجهة المدربين في مصر مع فاركو. احاق انتصارين في منطقة الاهمية على المصري والزمالك في اول مبراتين لي مع الفريق. احيانا يعني بتاخد العدالة من عند الله. مش احيانا. عفوا. على طول. العدالة بتيجي من عند الله في الوقت المناسب. صراحة يعني. حقوقها الحق. كابتن طارق العشري. انا شفته كان بيحاولي يعمل فريق محترم لسموحة وا وا. بس يعني خلاص. خلافات مع ادارة النادي خرج من نادي سموحة بشكل او باخر. وعدالة الله. كالعادة يعني. هي بتبقى الفايصل في امور. في كل الامور. في كل امور. طيب. نروح بقى ليه النادي الاهلي. يقول لك يا عم انتو مبسوطين قوي وبتبلغوا في فكرة انه الاهلي هيلاعب ريال مدريد. يا جدع. يا جدع. لا لا يلاعب ريال مدريد. الاهلي هيلاعب ريال مدريد في مواجهة رسمية في كأس العام الاندية. الاهلي دايما نقول كده. الاهلي المصري يواجه اعظم فريق في التاريخ. ريال مدريد. دي مش حاجة يعني المفروض نفرح لها. وانا قلت كده من تلات ايام. قلت لحد يوم الاربع بعد ما الاهلي كسب سياتر. قلت لحد يوم الاربع هنقعد نحتفل بالفكرة. فكرة انه فريق مصري هيواجه ريال مدريد في منافسة رسمية. حلوة. حلوة وتفرحنا كلنا. تفرحنا جميعا. بالمناسبة. حلوة. بالمناسبة. حلوة الحالة المعنوية اللي عند جماهير النادي الاهلي. اللي هي ايه? اه نكسب ريال مدريد. ايه المشكلة? ما نكسب. وفيه. الاهلي نفسه كسب في مبارات داقة قبل كده ريال مدريد. في الواحد شفنا فرق ومنتخبات بتعمل مفاجآت كبيرة. اه متفاهمين فرق الامكانيات. بس ليه لا الاهلي ما يعملهاش. انا من الناس دي. من الناس المتفاقلة ان شاء الله. ان شاء الله. بس. بس. لعبت النادي الاهلي لازم عندها الطموح. لعبت النادي الاهلي لازم تلعب باسرار كبير. الجهاز الفني لنادي الاهلي لازم يحط التكتك المناسب لمنافس زي ريال مدريد. بس فكرة بقى في بعض الناس بعدول الاهلي. اللي هو ايه? لا لا. حالة الاهلي دلوقتي افضل من حالة ريال مدريد. ريال مدريد عنده اصابات كتيرة وخسران مباراة اخيرة امام ريال مايوركا. اه اصل وسط النادي الاهلي دلوقتي اه جاهز عن وسط ملعب نادي ريال مدريد. لا ده كلام هزار. ده كلام هزار. يعني لا كسة حالة في ريال مدريد ولا كسة لعبة مصابة وناشيين ريال مدريد اصلا جمدين جدا فكده وانت لسه اصلا يعني ما دي ده فيه توني كروس ولوكا مودريتش وبنسيوس واللعابة الجيجاه زي يعني وديفيت ألابا ومليتاو واحتمال لعب مليتاو مش يلحق وتتكلم فيه روديجر هيلعب فانت بتتكلم اصلا الاسماء اللي موجودة سيبك من اللي غايب اسماء يعني خطيرة خطيرة منهم واحد افضل لعب كان افضل لعب في العالم يعني لوكا مودريتش بالراح ان شاء الله الاهلي يكسب تتكلم في قيمة تسويقية تمنمية وخمسين مليون يورو لنادي ريال مدريد النادي الاهلي قيمته التسويقية تصل تقريبا لتسعة وعشرين مليون يورو تسعة وعشرين هنا وتمنمية وخمسين هنا منافسات هنا يعني ريال مدريد منافساته هناك بيلعب مع باشرونة ويلعب في دور ابطالة روبا مع ليفربول ومانشستر سيتي فالكواليتي اكيد مختلف الجودة بتاعت اللاعبين اكيد مختلف مش محتاجة اقول كده بس فيه ناس بتحيقنا لفكرة انه لو الاهلي خسر المباراة دي فما كانش المفروض يخسرها فاللعبة كده قصرت والجهاز الفني قصر لا 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 المنطق والطبيعي اهو ما تزعلش مني انه الاهلي يخسر المباراة احلمنا وطموحاتنا واهدفنا واملنا انه الاهلي يحقق مفاجأ ويكسب ريال مدريد وانا من الناس دي اللي عندي احلام وامال ان الاهلي يعملها بس ما تتعاملش مع الموضوع انه انا اجتمعت حد بيقولك اصله لوكا مودريدش وتوني كروس لو لعبه خط وسط ريال مدريده هيبقى فيه خلال لكن لو تشواميني وكابابينجا هما اللي لعبه هيبقى ريال مدريد اقوى توني كروس هو مودريدش مين يا عم يا سيدنا بالراح بالراح نفرح بالعابتنا لعابة النادي الاهلي اللي ماشيين بمستوى رائع جدا في كل البطولات هيلين وان شاء الله في المباراة ريال مدريد يدوا طاقة عشر اضعاف طاقتهم ويعملوا مفاجأة عظيمة تهز العالم كله ان شاء الله انا بس انا بقولي الكلمتين دول اخشى ما اخشى بعد المباراة لا قدر للا الاهل يخسر ان شاء الله ما يحصلش هتلاقي الناس طبع تقولك ايه لها العبت الاهل النهاردة ما كانوا وحشين كلها تطلع لما لقى بقى مباراة كبيرة قدام لي المدريد كلها تكشف انا فاكر الكلمتين دول وساعتها برضو طلعت وانتقضت الفكرة دي لما الاهل يخسر من باير ميونيخ 2-0 السالة اللي قبل اللي فاتت فطرع الناس قالك ايه بس الاهل كان مفروض يا لها المباراة احسن من كده الاهل كان محتاج ياخد الاستحواز من باير ميونيخ وقتها كان باير ميونيخ افضل فريق بيستحوز على الكرة في العالم قدام ايه اكبر فرق العالم انا كما الاهل يخسر قدام باير ميونيخ 2-0 طبيعي وممكن نقول ده اقلم من الطبيعي كمان طبيعي فانا بقول كده ليه عشان لا قدر ده الاهل يخسر محدش بس يفضل ينوم في اللعيب اللي عملته اللعيبت النادي الاهلي والجازة فان النادي الاهلي للوصول لهذه النقطة هو ده الانجاز نكسب ريال مدريد نقيم الافراح والليالي الملاح لشهور قدام ولشهور قدام نقعد بقى نحتفل بالاهل معصر الاهلي ده لما يكسب ريال مدريد ان شاء الله العالم كله هيتكلم عن الاهل المصري العالم كله اللي كسب ريال مدريد اعظم فريق في العالم فهيبقى مش رافع الرأسنا للسماء لسابع سماء ان شاء الله ده يحصل بس بهدوء بهدوء برضو نفسي مش عارف عبايت اقول بهدوء دي كتير اهوش نفس الناس كلنا نبقى هادين ان شاء الله يعني طيب ماذا يحدث بقى في النادي الاهلي كواليس الساعات الاخيرة قبل مواجهة ريال مدريد تعالوا نشوف خلال الساعات الماضية عقد مرسي الكورة المدير الفني للنادي الاهلي اكثر من محاضرة مع اللاعبين وعرض عليهم اكثر من مباراة لفريق ريال مدريد من اجل شرح اسلوب لعب الفريق الملكي والطريقة التي اعتمد عليها ورسم سيناريو مواجهته في اللقاء الاربع خلالك بيفراجهم اكثر من ماتشو مش ماتشو واحد مرسي الكورة حرص على الحديث مع محمد هاني الزايل ايمن بشكل خاص وعرض عليه بعض اللقطات الخاصة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور اللاعب الريال وهي لقطات تتعلق بتحركاته وطريقة استلامه للكورة ثم الرجل بها بعد المرابغة وقام بمنح هاني العديد من التعليمات لكيفية التعامل مع اللاعب البرازيلي والحد من خطورته واكيد يعني محمد هاني عارف فينيسيوس جونيور كويس وعارفه وبيلعب ازاي كلنا عارفين يعني محمد هاني عنده مهمة شاكة جدا شاكة جدا بس عملها بكدا مع كومان وديفز في باير ميونيخ وعارف يشتغل معهم كويس ثالثا ينوي كل الاعتماد على نفس تشكيل الفريق في مباراة السيادة الامريكية مع اجراء بعض التعديلات على السلاسي الهجومي حيث يفكر في اللعب بطاهر محمد طاهر واحسين الشحات وبيرسي تاو في رأي نتائه دول هما التلاتة اللي هيكونوا الامسل لهذه المجدرائي طبعا مرسكورة هيكون رأيه احسن اكيد يعني اللي يختاره وان كان لم يحسم امره في هذه النقطة حيث يفاضل ما بين اي تاو وطاهر السياد خصوصا وانه منح طاهر تعليمات دفاعية بجانب دوره الهجوم طاهر هيبا مهم جدا في المواجهة دي ورأي برس تاو بط خلال حديث مرسكورة مع اللعبين اكد لهم على نقطتين الاولى هو عدم التركيز مع الاصابات التي ضربت صفوف الريال مؤخرا برافو حيث شدد بان اي لعب يرتدي قميس ريال مدريد هو من الطراز الرفيع ولابد من احترام الفريق بأي تشكيل والامر الثاني هو ان فكرة التسجيل في شباك الريال صعبة فقط وليست مستحيلة بل ممكنة الحدوث اذا ما ركز اللاعبين بشكل جيد وانا شايف كده برضو نقدر نوصل لمرمى الريال باذن الله يعني خمس حرس مرس الكورور على الحديث مع بيرس تاو بشكل خاص في محاولة منه لاستغلال سرعاته خلف دفاعات الريال حيث تحدث معه في امور فنية تتعلق بكافية تسلم الكرة والمروغة السريعة والانطلاق داخل منطقة جزاء الفريق الملكي المباراة كبيرة سادسا محمود عبد المنعم كارابا اكتفى باداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي اليوم لسنين بسبب معاناته من ايجهات عضلي حيث قام الدكتور احمد ابو عبل طبيب الفريق انه فضل اراحة اللاعب من المران الجماعي وتنفيذ برنامج تدريبي مع اخصائي التأهيل بالفريق على ان يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الريال كارابا كده كده هيبقى موجود مش شرط في التشكيل الاساسي بس مواجهة زي مواجهة ريال مدريد ديت اي لاعب يحب يلعبها ولو برجل واحدة ولو برجل واحدة طيب احمد كندوسي لاعب النادي الاهل المنضم حديثا ليه الفريق انضم البعثة الفريق في المغرب او هينضم غدا السلساء من اجل معزلة الفريق في مشاركته او مباراته المرتقبة امام ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل ده بعد ما انا هكن دوسي مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس اوم افريقيا للمحليين واللي حقق لقبها منتخب السنغال على حساب المنتخب الجزائري برقلات الترجيح تخصص السنغال رقل الترجيح تخصص مدايقنا في كل حات ماشي شوف بقى الجمال شوف الحاجة اللي تشرف اللي نفرح بيها كلنا برضو انا بأكد دايما على كلمة كلنا دي كلنا الممثل مصري بيشرف الجميع في كلنا نفرح بيها صحافة الاسبانية النهاردة اتكلمت عن موجة ريال مدريد والنادي الاهلي نبدأ بيه صحيفة مندو دي بورتيفو اللي قالت ان خصم ريال مدريد القادم هو الاهلي المصري النادي الاكثر نجاحا على مستوى العالم الاهلي المصري فريق حصل على اكثر من 140 لقب خلال 116 عام وده يجعل منه النادي الاكثر نياحا في تاريخ كرة القدم وقال الصحيفة مندو دي بورتيفو قالت انه على قميس النادي الاهلي فيه اربع نجوم اكثر من 40 بطولة محلية فاز بيها النادي الاهلي وعشر نجوم اخرى تقع فيها الجزء السفلي للشعار دلالة على فوزه ببطولات دوري ابطال افريقيا العشر وقال ان هم في مصر يتنفسون الاهلي في كل وقت السيارات تحمل منصقا له المقاهي فيها النادي الاهلي موجود في كل مكان فيه والمشجعون بيشعروا دايما بالاهانة اذا قلت لهم انه فريق غير قادر على هزيمة ريال مدريد اما صحيفة ماركا الاسبانية واحدة من اهم صحف العالم فقالت في الرباط هناك 11 مقاتلا مصريا من النادي الاعظم في افريقيا انتظرون ريال مدريد على اقل حر من الجار ان شاء الله النادي الاهلي بعد المباراة يكون حديث كل صحافة العالم والصحافة الاسبانية بإذن الله النادي الاهلي يحقق الفوز على ريال مدريد مؤكد مش مستحيل بس برضو هي مباراة بس سهلة ان شاء الله ان شاء الله لعبة النادي الاهلي تبقى على قد المسئولية محتاجين اضعاف اضعاف قدراتهم عشان يقدروا يكسبوا ريال مدريد مش الكدرات بس بتاعتهم المميزة لأ تلعب مع فريق اسمه ريال مدريد بعد الفاصل هشرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالنج من النادي الاعلي والزمالك والاسماعيلي الأصبك خليكم معاكم يعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينوارني كالعادة واحد من اهم الجوم الكرة المصريا لكابتن الكبير كابتن محمد عبدالنج من النادي الاعلي والزمالك والاسماعيلي الأصبك كابتن محمد مشرف ومنور حبيب يا كابتا الكريم ربنا يخليك يا رب وسائل فل عليك ودايما من نجاح لنجاح ودايما مع بعض المطالقين حبيبي حبيبي تشرفك وبابل اي حاجة طبعا بينينا يا اخواتنا لدولة سوريا ودولة تركيا على الزلزال وربنا يحن بحايا يا رب ويطمن اهالي الناس كلها جميعا ويحفظنا جميعا يا رب ان شاء الله يا رب طيب كابتا محمد ماتش النهاردة يا فاركو الزمالك عادة في الامور اللي زادات يقول لك هو الزمالك خسل ليه وسأعيز عليك الاول هو فاركو كسب ليه عشان فاركو لازم ياخد حقه يعني لما يبقى فريق يكسب نادي زي نادي الزمالك 3-0 فبصراحة لازم ياخد حقه الاول بعد كده نتكلم عن نادي الزمالك لا طبعا هو فاركو طبعا مبدايان من اللوم الف مبروك طبعا على الفوز التاني على التوادي طبعا من ساعة ما كانت بطارق ميسك ودايما زي ما بقولك تغيرات الاجهزة الفنية بتيجي ساعات بالاجابة وصعات بالسلب صح مع نادي فاركو لقى جات بالاجاب طبعا تاني مباراة وبيكسب فرقتين كبار جدا كان نادي المصري طبعا نادي زي مالك النهاردة طبعا مبارك له اكيد طبعا راجي يحط روتوش يعني هو معهش العصاص السحرية ان هو يقدر يغير الكلام في يوم وليلة يعني انما كده واشتغل مع اللعاب على الفترة اللي فاتت وقد طار المعتاد بتاعه انت عارف ان هو فعلا بيعرفها في الجيم بشكل كويس وبيلعب الهجم المرتد صح النهاردة طبعا يعني الزروف كل الزروف خدمتهم النهاردة في بداية الجيم يعني انت لسه بتقول باسم الله وفاجأة للكاسبان وحنزبه صح يعني تعمل مع كورة بشكل اه مش طبيعي اه فجأة انت بت بخلاص بقى الجيم بدأت صعب عليك مع فرق او مع طريقة لعب اساسا في الوضع الطبيعي وانت متعدل صفر صفر موضوع بيبقى صعب صح مبالك وانت خسراء اتنان صفر صح اكيد كل الخطوط اتفتح تركيز بيقل حاجات كتير بقى انت بتخرج برا الجيم مع عدم الثقل من الفترات اللي فاتت طبعا انت جاي من اه من خسارة محلف تعادلات فرق العدد اللي ابناط بيزيد بينك وبين المنافس التقديد بتاعك نادي الاهلي اه فكل الكلام ده بتبقى تغطاط على اللعيبة طيب فاجأة لقيت نفسك بخسران ثلاثة الزمالك المشكلة فين يعني انا قلت في بداية حديث النهاردة انه مش عايزيني تعمل مع الزمالك انه في كارسة او في ازمة هو خسر بعض النقاط يستطيع انه يلم نفسه ويستطيع انه عنده بطولة افريقية مهمة تانية انه يلم نفسه طيب ايه الاخطاء اللي محتاجة زي مالك لمها الفترة دي ده يا الاخطاء كتير انت انت عارف لو في خطأ معين او بيعين او احنا شايفين مسلا وعارفين ان ده الخطأ وقدر يتلم اقول لك ماشي نعم عشان نتكلم بقى منطالة المصدقية لا فيه اخطاء في كل حاجة امور ادارية فنية اه لعيبة اه فكل الكلام ده بيقادل اللي انت شايفه زي انت افضل حاجة يعني انت بتقدم البرنامج وانت بتتكلم فقال انت زي مالك كان السنة اللي فاتت اقول لاب لا قفلين ودنهم مش شايفين حاجة لقى دلوقتي انت شاجل دماعك اله اللي بيعمل كزا بدت تتكلم رجي انا تاني للعهد ان ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه وانسيتي ان انت عندك مهمة اه لازم تحققها انت بطل دوري سنتين على التوالي كان عندك القدرة السنة دي ان انت تقدر تحافظ عليه انما دلوقتي عدد الابناط بيزيد فجأة لقيت بتحط نفسك في مشاكل مشاكل فنية مشاكل مع مدير فني مشاكل بين جهاز فني مع بعض ودي اكبر كارثة المدير فني انا اسف مش عايزي اللي جاء المساعد بتاعه فجأة المساعد بيرجع تاني كهو اللي بيدير الماتشل نهار ده كابتن اسامة الراجل طبعا بتحس ان مالوش دور كل الكلام ده بيأثر على اللعيبة وفي الاخر النادي هو الخسران وجماهير وهي الخسران انما انت لازم تحل الامور دي ولو ما تحلتش في اسرع وقت هتلاقي البطورة الافريقية برضو بتهرب منك الدوري كده كده خلاص انا بقولها لك هو من النهاردة مش بادري عاوة كابتن محمد لا مش بادري لا لا مش بادري نادي لالي فاحسن حالاته فاحسن حالاته فنيا واداريا وكل حاجة يعني بتشمل المنظومة نكحة مشا في الطريق اللي هو المزبوط زي ما احنا بنقول انما نادي زي مالك احنا او هما اللي باخروا نفسهم خطوة ورد تانية فاتمنى طبعا تركيز فترة لجانا انت عندك مباراة يوم الجمعة ومباراة هامة شباب رزداد افتتاحية دورة بطالة افريق صحيح فانت لازم تقفل قصة الدورة دي وتبدأ تعالج الاخطاء اللي عندك كانت فنيا الناس تبدأ تشتغل وتحط ايديها في ادن بعض صح اداريا لازم الناس تبقى وعال ان فعلا انت بيديروا الناس زمالك ده كيان كبير فلو انت مش وقع للكيان اللي انت بيديره هتبقى مشكلة النهاردة الناس قعدة احنا في حيرة بتخسر ثلاثة من فارقه قبل كده بتخسر اسوان بتخسر من المحلة عدد كم هزايم فاقل مثلا من اربع خمس اسابيع متتالئة فدي مصيبة مكادش بتحصل في الناس زمالك فلأ فعندك اخطاء الاخطاء زي ما بقولك لو خطأ واحد هتقدر تلمه بصوعة انما انت عندك انت با عندك مجموعة اخطاء ومتفرعة وما انتش عارف انت عايزت المنامنين ولا منين غير كده وكده ايس على زلك بقى هوية النادي وشخصية اللعيبه دي اللي بتفرق صح دي المصيبة الاجبار وانا في رأيي انه دلوقتي شخصية اللعبين بقى طبعا انت مفروض دلوقتي كلنا اشدنا باللعبين اللي موجودين دول اشدنا بحسان عم جيل اللي كان عنده خطأ النهاردة وقلنا انه من اهم من مكاسب الزمالك الموسم الماضي بالضبط مصطفى زي دا كان عامل موسم رائع جدا مع طرق الجيش الموسم اللي فات بقيت اللعبين سيد عبدالله قلنا لعيبة هيبقى نواية عظيمة لمنتخب مصري بعد كده في لعيبة زيزو مازال هو واحد من اهم اللعبين اللي في مصر فانت عندك لو بتتكلم على فرقة لا فرقة فيها لعيبة طبعا سكوات جامد جدا سكوات جامد ما هقول لك على حاجة ما انت لما كنت اقفل ودنك ومركز في شغلك وما تبصش لحد مشيت مهما يخبط فيك انت اقفل ودنك خلاص مهما الناس تتكلم عليك والناس مش هتبص الا للناجح شاهير واللي عايز ينجح وعايز يوصل للهدف بتاعهم لازم يفل ودنك شاهير انما احنا فتحنا ودننا لكل الناس فبدأت اللعبة تبص لبعضها حتت مثلا عقد زيزو ما دي بداية المشاكل وبداية الكوارث دا امان بيهتكلم ادي بيع امام ودي برضو خسارة لناس الزمالك مع العلم انها في حد ذاتها برضو هو مكسب اما بفضله ست شهور كان ممكن يفشي فري صح دي حالة الحالة التانية الحالة التانية والاهم موضوع اللعيبة اللعيبة فعلا الخسارة بتجيب عدم ثقة بتجيب اهتزاز في مستوى اللعيبة اللعيبة مبتاش في حالتها هتبدأ المشاكل تزيد فوقت اللبس طيب لو انت موجود في جهاز فني في نادي الزمالك واللعيبة دلوقتي معناوية مش في افضل حال حتى فنين مش كل اللعبين في مستويهم وعندك مواجهة يوم الجمعة الجاية خلاص مواجهة مهمة جدا امام شباب بلو ازداد والزمالك معودنا لو لقدر الله خسر في الاول بتقر بعد كده بقى المقرد لو كسب بيفوق بيفوق يعمل ايه الزمالك عشان يلمي نفسه بسرعة قبل مواجهة يوم الجمعة قط اللبس اهم حاجة في الكامي يوم اللي جايين دول خلاص النهاردة انت بتبدأ يوم جديد يوم التلات من التلات الجمعة لازم قط اللبس تحكم لازم قط اللبس لان المشاكل ما بزيتش قط اللبس قط اللبس دي لو محكومة بشكل كويس سادان هيبقى في نجاح قط اللبس دي عامل اساسي المشاكل اللي بتحصل بين اللعبة وبين بعضها الحوارات الجانبية كل الكلام ده لو تلم ولازم ده دور الجهاز الفني كان مستر ديير اه كابتن اسامة احمد عب مقصود حسين الناس اللي موجودة لازم تقعد مع اللعبة لازم اللعبة تخرج من الحالة دي عشان تقدر ترجع للمستوى الطبيعي بتاعها غير كده هتلاقي انت دخلت دوامة اكبر انا بقولك اهم حاجة في الكامي يوم اللي جايين دول مش تمرين انت كده كواف على رجلك بدني وفني اه يرتوش بسيطة ورتوش مهمة في نفس الوقت انت في نفس الوقت انت برضه بتتكلم اه دفاعيا الناس الزمالك مش بقوته بتتكلم النهاردة تلاتة اه ما تشو فارك ويخش فيك كل مبارا بيخش فيك انت عندك خلل في الحتة دي ولازم تبدأ تشتغل عليه والشغل مش هجي في امه ليلة انا بكلمك على القل اليومين دول ممكن بس هو تزبيط او تعديل امور بسيطة انه لازم فعلا وانت زي ما بقولك الفرقة اللي بتعرف تدافع بتعرف تكسب فرقة اللي بتعرف تدافع ودفاع منظم كمان ليه الناس كلها بتقول انه غياب محمود الوينش هو سبب كل الازمات اللي بتحصل فنية في الطريق اللاعب وفي الاداء الدفاعي هل غياب اللاعب ممكن يؤثر كل هزا التأثير لعب واحد بص وضع طبيعي الوينش اه كان عامل حالة في خط الدار الناتزة مالك بس مش هو برضه اللي هيعمل الخلل ده كله نا هو اصلي مش فرض هيعمل لك خلل في منظومة كاملة صح انما انا بكلمك كمجمل اه ولعيب كويس ولعيب لي سوقا ولعيب كان فعلا صد اللي ينزم لك الفترات اللي فاتت صحيح انما انا بكلمك مش ليب واحد اللي هيعمل الخلل ده نعم الخلل بيجي من اول واحد انت بتكمش على الخط الدار واول خط بيداف عندك مين الجزيري صح اول سنتر فرود اللي شغاف صح فده اول خط فانت لازم تحكم الامور بشكل كويس صح انما انا بقولك الخلل كمنظومة كعشهر لعبين او الحداشر لعب اللي بيبدأ او الناس اللي بتنزل فلازم الناس تراجع النفسها في اسرع وقت اللي انت خلاص تداخل على مرحلة مهمة جدا عشان ما تطلاش صفر زي ما بقولك يعني التدوري بيديع خلاص كاس خلاص القديم خلاص القديم خلاص اه الجديد لسه لفي علم الغيب يبقى من ده ما اكشل البطولة الافريكية ولازم تحسين المركز في الدوري عشان انت خلاص طب تبعد انت النهاردة ما اقولين لو كاسي بعدهاك هيبقى انت في المركز الخامس الخامس ويعالم مين اللي هيجي بعديك كمان فدي مشكلة فانت لازم تلم يعني تلم امورك بقى اسرع وقت صحيح طيب نروح بقى لله اهلية وريال مدريد مستنيها دي طبا مستنيها كتب اتكلم في المقدمة النهاردة انه في حالة تفاعل حلوة يعني حلوة ان احنا كلنا يبقى متفاعلين ان شاء الله الاهل يعملها ويكسب بس في بعض الناس تبالغ بقى في الامر انه بقى دوا يتعاملوا مع الموضوع انه الاهل يكسب عادي فيه اسابات في ريال مدريد كتير وريال مدريد في حالة فنية مش في افضل احواله فكده الاهل فرصته يكسب المباراة بص الكورة علمتنا فيها العجب حتة مكسب او خسارة دي فان من الغيب في الاخر انما الكورة طول ما انت المعادلة ماشية خمسين خمسين لحد الاهل وارد الناس ممكن عندها مش هقول لك مبالغة مالناس مرحنة فرقتها وحلو ده جميل طبا وحلو يبقى عندنا احلام وحماس وان شاء الله لعبة الاهل تدي عشر اضعاف ده وضع طبيعي وضع طبيعي ده حق مشروع لاي لعب ولاي حد بيشجع نادي الاهلي وضع طبيعي ان انت فعلا خلاص فرقتك بتوصل سمي فاينال بتلعب اعظم نادي في الكون زي ما بقولوا فوضع طبيعي ولما يبجي عندك مسلا سلسلة او كم اصابات لريال مدريد في فترة الاخيرة غير طبعا تظاهر سوق النتائج في الفترة الاخيرة لريال مدريد فالطموح بيعلى والثقة بتزيد عند اللعبة وبتزيد عند المشجع الاهلاوي كمان او المشجع المصري بمعنى صح فوضع طبيعي ان الطموح بيزيد انا اه فعلا انا بقى متفاعد بفرقتي ان انا عايز اكسب اه قبل كده ان كنت بوصل لتالة عالم من خلاص الحافز بيعلى عندي كم الاصابات اللي موجودة الريال اه خسرا اخر مباراة يوم الحد مع مايوركا مع مايوركا فالكل الكلام ده الناس بتفكر فيه وبتتكلم فيه غير ان انت قديت مبارايتين بشكل كويس اه وخدت خطوة كبيرة يعني خطوة كبيرة للامام فوضع طبيعي الناس يبعندها كم تفاول ان شاء الله محمد عبدالله بقى المدرب لما تخلش تتكلم مع العيبتك في مواجهة زي مواجهة ريال مدريد هتقولهم ايه هتقولهم ايه معنويا وهتقولهم ايه فنيا لا معنويا هو فنيا مش هتقدر تتكلم كتير فنيا ده شغل شغل الراجل انما كان معنويا لا فنيا يعني انت مسلا تقدر تقولهم ايه احنا محتجين نبقى عندنا حرص في الدفاع احنا نشتغل شغل ما هو وضع طبيعي ما تفكرش انك تمسك الكرة يعني هو وضع طبيعي انت بتلعب كوالتي مختلف تماما صح بتلعب اه نادي بطل اوروبا اربعتاشر مرة اه دوري خمسة وتلاتين مرة فانت بتكلم في نادي نادي مختلف تماما عن باقي الانديها اللي انت اشتغلت او لعبت اقصادها باقي الانديت العالم بالضبط اللي ينور عليه طبعا دي حاجة الحاجة الاهم كلامي المعناوي والعامل النفسي ده اللي لازم يبدأ يشتغل عليه الفترة اللي جاية او من هنا لحد يوم المباراة انت فعلا خلاص المباراة الحد الان بينكو بينه خمسين خمسين صح انت خايف على ايه باقي على ايه خسارة وضع طبيعي الناس مش تقدر ارتلومك انما لو قديت اداء مش هارف كسبت ده يبقى اعجاز مش انجاز طبعا فده لازم الناس تبدأ تشتغل عليه جهاز الفن يبدأ يتكلم على لعبته في الحالة دي اه انا بقول لنادي الاهلي ولعبته طول ما الوقت بيمر طول ما الدين هتبقى ماشى كويس معك الحافز هيعل عندك ضغوطات هتبقى يعني الضبط شوية يبقى على نادي ريال مدريد بالاخص ان هو محتاج البطولة دي لان برضو الريال موقفه صعب في الليجة الفارق بقى تمانية بونت عنده مباريتين مهمين جدا ان كان هيطلق هيشتغل هيقابل الليفر بعد كده يطلع لبرشونة في الكاس فالريال يهموا البطولة دي لان ممكن برضو الريال يطلع صفر اليدين زي ما بقولوا في خلال الموسم ده فالريال هو جاء يحط تعينه على البطولة دي لان هو يهموا ان هو ياخد بطولة السنة دي لان ما بقولك طول ما الوقت بيمر مع لعبت النادي الاهلي وبيدفعوا بشكل كويس اعتقد ان المباره ممكن تبقى صعبة جدا على ريال مدريد كمان في ليس تقولك انه ما تعملوش زي ماطش باير ميونيخ ويخدوك كورا من ريال مدريد وبدلوه من الهجمات ومتاقوه ما تستسلمش للدفاع وفي مواجه زي كده الوقاية بتقول ايه لا طبعا لا طبعا انا عشان ابقى راجل وقاية انا بلعب ريال مدريد بقولك باللعب كولاية مختلف لعبها مختلفة قالص مفروض ده ده فرز اول فرز اول في العالم صح مش هننظر نجريهم بلية كامتك التسوقية تنمائة وخمسين مليون يورو وانت كامتك التسوقية تسعة وعشرين مليون يورو بو الظبط فرق السماء والارض فانت مش هتقدر تجاري الناس دي مهما يكون هقولك على حاجة برضو حتى مسلا لما كنا سيه مسلا لعبت مسلا في اندية غير اهلي وزمالك واسماعيلي لما كنت اروح على العب نادي الاهلة ونادي زمالك فاقول لا التشيرت بيخوف التشيرت ليه هيبة لما بالك ده تشيرت ريال مدريد صح وضع طبيعي ده احنا بشر حتى لو انا بلعب في احسن نادي في افريقيا صحيح فوضع طبيعي لما شوف لها بتريال مدريد لانا بعض اتفرج عليهم صحيح وضع طبيعي بعمدي رهبة صحيح فالرهبة دي اتمنى انها ما تاخدش اللعيبة اه لحتية الخوف ان انا ممكن الان بداية الجيم او ان انا خايف او او ممكن اطلط بدري لا انما لا الرهبة دي ممكن احترمها بشكل كويس لحد ما الجيم يمر زي ما انا عايز صح ومستر اه كولر فعلا بيقدر يجاري الامور دي بشكل كويس وانا بقول لك طول ما الوقتي بيمر هيبال صالح نادي الاهلي معي بقى العلامي اللي جاب جولف ريان مدريد اللي جاب جولف ريان مدريد بقى اه صندية هو نفس لا صندية لا ده العلامي الكبير بتاعنا بقى كابتن الكبير كابتن احمد حسام ميدو المدير فامل النادي الاسماعيلي كابتن ميدو مشرف ومنور حبيب اكيم ومسائل فول مسائل وردة عليك منور الدنيا كابتن محمد عبدالله كابتن ميدو انا مبارح في المقدمة قلت انه كابتن ميدو يستحق التحية انه يتعامل مع ظروف في منتهى الصعوبة مع الاسماعيلي في الفترة الحالية ورغم كده الاسماعيلي يتحسن وسمعت تصريحاتك بعد المباراة امس وانت بتقول ان فيه ايجابيات كتيرة ممكن نبني عليها فانيا احنا اتكلمنا هنا عن الاسماعيلي وقلنا ان امور كتيرة تحسنت انت مستلم فريق لا كان اخترت صفقاتك لا الفريق عنده اكتمال بشكل كبير فيه نواقص كتير فيه صفقات ما كانتش موافقة ورغم كده الاسماعيلي شايفينه بدأ يفوق بدأ يفوق يعني طبعا انا الحمد لله انا شايف ان انا على الطريق الصحيح وفيه تطور كبير في مستوى الفريق احنا نبدأ لقدنا بطش محترم بطش محترم بطش كويس جدا قدام فريق كبير على منعابه كنا بنلعب للفوز على الفوز بغيرة اخر فيها وزعلات جدا يعني كنت تمنا ان احنا نرجع ونفرع كومول اسمع الله ان هم يرجعوا فرحانين بالمكسة وبالتلاث نوع لكن خرجنا بنقطع 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 نبني عليها وناخد الهجابيات نبني عليها للبطشات اللي جاية والبطشات اللي جاية احنا عادنا تنظيم الفريق في الملعب اصبح فريق اجريسد وفريق هيثبت بشكل لكل فرق الدوري ونلعب يعني الكرة الجمية المحترمة ومتدفع بشكل كويس فقصنا اننا نصلح بعض الاخطاء فيما يخص استقلال الفرص لان انت عارف استقلال الفرص وانصاف الفرص في المطشات اللي زي دي مهمة جدا ومهمة جدا اننا نصلح بعض الاخطاء اللي موجودة خاصة في الكورس تبتة تفعية بلع دخل فينا جل يعني كان لازم نتعامل مع الكرة بشكل اه بشكل اه ولكن يعني كنا برضو غير محظوظين في بعض القرارات التحكمية مش هاي تتكلم عليها وبرضو كنا غير محظوظين في اصابة محمد حسن وكريم عرفات كانوا هم اللي اتنين يعني من افضل اللعيبة في الفريق وده اثر علينا بشكل بشكل كبير ولكن عندنا ايديدات كتير مدى على المرحلة اللي جاءة بسهو الله عظيم جدا عجبني جدا انت بتتكلم على فكرة انه الفريق بقى اجريسف اكتر كان فيه مرة كنت بفرج على ديكمانتري الجوزي مورينيو وهو بيدرب توتنهام وقال لهم ان بيقول لعبته يعني الكرة دي مش لعبة الناس الطيبين الهادين لعبة الناس الاقوية اللي بتعرف تاخد الكرة بشكل كويس والاسماعيلي بداية الموسم كنا بتشوف كده فريق طيب كده فريق حنايا مش قوي في التدخلات فيه الاشتراكات شايفين دلوقتي الاسماعيلي اكثر جدية واكثر حماس من كل اللعبين يا كابتن ميدو مالو مالو معايا كابتن مالو 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 معايا ولا يهمك كنت بقولك انه الاسماعيلي واضح جدا انه بقت الحالة الحماسية والحالة اللي فيها الرؤح عبداللعبين واضحة جدا واعتقل ان انت بتشتغل معاهم معنويا كتير كمان اكتر منه فنية طيب نرجع للكابتن احمد حسان ميدو مرة اخرى بعد اللحظات الاسماعيلي فرق تحسن وان لم تكن النتائج تتحسن يعني بذكر الكابتن ميدو يعني بالزبط هو وضع طبيعي انت زي ما بقولك يعني مش في يوم وليلة هتلاقي الفارق انه ما ممكن هو هتلاقي الفارق في حاجات معينة زي اللي ميدو بيكلم عن ايه الحادة الشخصية شخصية النادية وشخصية الكيان فعلا وزي ما انت بتتكلم فعلا لعبت الكورة او كورة بالاخص ايوة مش للطيبية احنا حتى لما بنخش مثلا نتكلم مع اللعبها في المحاضرة او بنتكلم بنقول الكلمة انتو الطيبين او كده ليه لا لازم فعلا كورة للرجالة زي ما نقول ايو مش بقولك شراسة ومعندكش قلب مش بقولك تبقى مؤذي لا مش لدركة الازر بس اعرف واقطة اعرف استخلص اعرف ان انا فعلا اجيب الكورة في اقرب وقت لان هي طول ما اقول ايوة في رجلي انا اللي متحكم انا مش عايز حد يتحكم فيها ايوة بفرج على امورات الاسماعيلي في بداية الموسم انا بفرج انا لا طيبين اللي هو يا سيدي خش هكورة بالظبط كده انا مش مشاجع اسماعلاوي انا بقول بقى الله كون فهم مشاجع اسماعلاوي بص احنا انا 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 فشغلي او مع لعبتي يعني بديهم وصف يعني وصف بسيط كده اقولوه ساين مسلا انت قعد بتتفرج على تلفجيو مسلا وقعد تتفرج حاجة معينة وجي حد خدر موت وغير لك هتبقاعد عامل ايه هل هي بقى مخمون صح قلت له طب ما بالك بقى لو حد الخصم بقى واخد الكورة من رجلك طول الوقت وانت قابت بتلف عليه صحيح صحيح طيب كابتن ميدو رجع علينا مرة اخرى كابتن ميودو انا كنت بتحدث معاك قبل انقطاع الخط على فكرة انه الحالة المعنوية عند لعابة الاسماعيلي كمان شفنا فيها فرق كبير جدا وذكرت فكرة الجملة اللي انت قلتها انه لعابة الاسماعيلي بقيت اجريسف اكتر في التدخلات وفي الحماس في الملعب اعتقد انت الشغل المعنوي اللي انت عملته مع الفريق الفتر اللي فاتت فرق كتير بالتوازي طبعا مع الشغل الفن يعني طبعا منك اصعب حاجة في الكرة ان انت تطلع من اللعيبة كل حاجة في وقت يكون اللعيبة يعني عندهم بعض المشاكل برا الملعب دي 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 نقطة مش سهلة ولكن اللي ساعدني على كده اصل اللعيبة كويس بعدا اللعيبة كويس واللعيبة فعلا رجالة صحيح وممكن يكونوا كانوا محتاجين من حد ان هو تعاد البناء دا بان محتاج حد يعني يشجعه ويحمسه ويحط له هدف قدامه ان هو يشتغل عليه وهو دا اللي حصل فعلا كل اللعيبة شغالة بشكل كويس كلهم انا من ضمن الاجابات الكبيرة ان انا يعني شفت اللعيبة كلها مبارح زعلانة جدا جدا بعد المباراة فقطت اللبس على خسارة المبطين وان هما اه وبرضو من الحاجات اه يعني اه اللي برضو يعني بالنسبة لي كانت نقطة اجابية ان انا شفت ان فرق الاتحاد اه يعني صعباء جدا بان هما خرجوا بنقطة من المباراة صحيح نقاط لازم تكون تثقة اللي عدت اللي اسماعيل في نفسه ان هما فرقة كويسة وفرقة محترمة ولعيبة اه لعيبة كويسة صحيح موقف الفريق لا يليق بانكانات اللعيبة وفيش من نادي لكن لازم نشتغل ونموت نفسنا كلنا في الشغل انا كمدرن بالجهاز اللي معايا الادارة العيبة كلنا لازم نموت نفسنا اه كل يوم عشان نقدر من انا خرج الاسماعيلي من المكان اللي هو موجود فيه كابتن ميدو واضح جدا انه مش واضح يعني خلاص دي حاجة اه مؤكدة انه جميل الاسماعيلي عانت جدا الفترة الماضية ويبدو كده ان العلاقة بينك وبين جميل الاسماعيلي ماشى بشكل رائع جدا جميل الاسماعيلي تاصق فيك ويبدو كمان انه الفترة اللي جاية محتاج تقول لهم حاجة او تطمنهم بحاجة عشان اكيد هما من اكتر الجمهيلي في الكرة المصرية اللي عانوا في الفترات الماضية طبعا جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم جمهور دايما بيقف ورا في الاترو ويدعم في الاترو كلنا شبك نبرح الاعداد الكبيرة اللي جون بيها للسكندرية يعني نبرح جمهور الاسماعيلي كان افتر من جمهور الاتحاد ودي حاجة يعني شرف لنا ولكن ده احنا دايما كما عادناهم انه هما دايما مبرى الفريق وبيدعموا الفريق وبيدعموا العيبة وحتى بعد المباراة مبرح هما مقدارين انتعلنين اقولنا ان احنا مقصدناش لكن مقدارين ان اللعيبة كانت بالقاتل واللعيبة كانت بتلعب وشكعوا اللعيبة والفريق بعد المباراة نوفدلنا مشيء بالشكل ده بالتكاتف اللي موجود ما بين كمهور وما بين مجلس الادارة ما بين اللعيبة والجهاز ان شاء الله بإذن الله نقدر ان احنا نعدي المرحلة الصعبة اخر حاجة عالمي وهي للعالمي بقى اللعباء اللي جاي ان شاء الله اقول لهم ماتخبوش ولعبوا بتقصياتكم واللي خاب في الكرة ما يستحقش ان هو يلعب كرة ريال مدريد فريق كبير وطبعا معيبته لعيبة كبيرة او مدرب كبير وكل حاجة لكن لعبوا ماتخبوش وعبروا عن نفسكم ولعبوا بشجاعة واستمتعوا بالمباراة لو عملوا كده اعملوا مطش مطش كبير الحقيقة منظر فريق لها اللي بسكاسر عامل ان ده منظر مشرف بالكرة المصرية اه وانا راجل زمنكاوي ومدرب الاسماعيلي وبأكد لك الكلام ده الكلام ده لازم ندي كل واحد حقه اه وكل واحد بيشتغل وبيكتهد لازم ياخد ياخد حقه فمنظر مشرف جدا ونتمنى ان ان المنظر المشرف ده تتمل بأداة جيد وليه لا ما يكونش بنتيجة جيدة امام ريامة في اليوم اللي عامل ان شاء الله يا رب محترم ومحترف كالعادة كابتن الكبير كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي انا بشكرك شكرا جزيلا بتمنيه لك يا رب بكل التوفيق في مهمتك مع النادي الاسماعيلي الفترة القادمة نرجح داني حلوة كلمة اللي قالهم ميدو في الاخر انه عبر عن نفسك انت لما تنزل قدام ريال مدريد محمد عبدالله انا كمان انا زي زيكم انا لعيب كبير بالظبط انت كنا منتكلم قبل ما يخش ميدو على فكرة انه محتاج تقول ايه اللي عيبت النادي الاهلي قبل المبارة دي زي ما ميدو بيقول ما تخافش بس برضو في يعني لازم يبقى وقعين من خاف سلم من خاف سلم صدق اه لازم نبقى وقعين احنا يعني ما تقولش بقى خلاص انا هخش هاجم بقى اوه انا مش داخل راجل لراجل انا داخل مع فرقة محترمة معكوالي تعيبة مختلف فلازم يبقى عندي حرص والحرص ما يبقاش مبالغ فيه لانا خايف قوي ولانا فتح سدري انك فتحت سدرك هتاخد فوشك على طول خلاص مش تظهر تلمي نفسك مع الناس دي انما يعني زي ما في حياتنا احنا بقول لي خير الامور الوسط لا بقى الان لا انا عارف حجم الفرقة اللي انا بلعبها في نفس الوقت انا عارف ان انا فريق نادي الاهلي او كيان نادي الاهلي او انا فعلا بلعب شخصية نادي الاهلي ودي الواحدة حافز اه اه فيه فرق اه بيني وبين ده اه بس ان انا في نفس الوقت برضو زي ما بقولك بدي او ممكن هيمشي الجيم على على دماغ انا ممكن او او ربع ساعة ما يبقاش فيه مسلا دفعات كتير لا بقى بمتحافظة بقى وفى مكاني بشكل كويس بدافع بشكل كويس مع النواة او كوالية اللعبة زي اللعبة تريل مدريد لازم يبقى عنده وقعية بعد كده زي ما بقولك طول ما الوقت بيمر والنتيجة ايا كانت سلبي او نادل اه المتقدم سادان الجيمة يمشي لصالح نادل اهلي انما لو اقدر الله حصل حاجة غير كده ممكن الدنيا تروح في حتة تانية احنا مش عايزة الكلام على دايما التشكيلة في الاهلي في خط الدفاع والوسط تقريبا سبت سبت اه اه اتعادة للهجوميين بقى في المبارة دي تختار مين والله بص واقعيا وده الانسب في المبارة زي دي اول واحد في الخط الامام اللي فوق طاهر طاهر محمد طهر اللعبة التكتكيا محترمة جدا بيعرف دافع بشكل كويس وبيعرف ياجم بشكل كويس ممكن زي ما اولك ممكن انتاجه على الجون مش كتير بس هو عنده ادوار تانية بيقدر يعملها بشكل كويس احسن من حسين احسن من عبقادر احسن من بيرستاو من كهرباء الناس اللي بتلعب على الاطراف وفي نفس الوقت ممكن الاتنين التانية ممكن نشتغل عبقادر ان ده طبعا من اللعبة المؤثرة جدا وده يبقى عنده حل غير طاهر ومحمد شريف دول انسب تلاتة ممكن نادر اشتغل يوم والتلاتة مختلفين تلاتة مختلفين شريف زي ما بقول لك ريحة من ريحة عماد هو مش عماد متعب طبعا بس على القل ريحة عماد عبقادر لعب مهاري جدا وما بيهبش وده الميزة اللي عنده عبقادر مش في دماغه حد فعلا وده مطلوب في مبارات الاربعة ان شاء الله انه ان فعلا المواجهات الفردية ممكن تركب جيم ممكن تركب لعيبة على لعيبة فممكن احمد عبقادر يعمل لك واحدة تدى الثقة اكتر تدى الاريحية اللي لعبته لا ده احنا نقدر نعمل وعبقادر عنده الحتة دي ما بيهبش ما بيخافش فده ممكن تركب نادر الاهلي وهي فعلا مواجهات فردية المبارات دي مواجهات فردية في الحالات الدفاع والحالات الوجومية الحاجة التانية زي ما بقول لك طاهر بيعرف يقدي الدور ده بشكل كويس وهيقفل الجابهة دي لان انت عندك الجابهة دي جابهة قوية جدا فانت محتاج حد يبقى صبرت كويس جدا مع محمد هنا وطار بيعرف قد الكلام ده بشكل كويس صحيح كابتا محمد عبدالله دايما بتشرف ودايما بتنور بسنامتها جدا بتواجدك ابيب ربنا يا خليك كريم انا اتشرفت بيك طبعا شكرا بشك جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزمراء العزاء محمد خليفة ومحمد داود نكمل معاهم كلام عن مباراة الزمالك وفارك اليوم وبالتأكيد نشير الى مواجهة الاهلي وريال مدريد خليكم معا يا على بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة الاصدقاء العزاء المميزين دوما محمد خليفة ومحمد داود خليفة مشرف ومنورك العادة ده انا اللي بتشرف ان انا معك يا كريم وبشرف طبعا انا في القناة الاولى وفي البرنامج الجميل بتاعك حبيبي داود مشرف اه حبيبي تسلم يا كريم متشارب بوجودي معاكم مع خليفة طبعا طيب فاركو والزمالك النهاردة ومرة تالتة النهاردة اقولها ابدأ بالكسبان فاركو النهاردة عمل مباراة محترمة جدا فاز على الزمالك 3-0 لو كلمنا على فرق الانكانيات والتاريخ وا 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 فالزمالك اكيد افضل كل انك تكسب الزمالك 3-0 فده انجاز عظيم جدا زي كابتن طرق العشري ادري حقا الفوز الكبير داود خلينا نقول ان يعني انت قلت جملة جدا جميلة جدا الكسبان لازم ياخد حقه طرق العشري ما جايش على فريق عنده رفاهية بالعكس فاركو كان بيعاني قبل طرق العشري لو شلنا الست نقطة اللي خدهم طرق العشري في مبارتين المصري ومبارات الزمالك هتلاقي ان وضع فاركو في الجدول مكانش جاي فاركو المبارات الفادي كلها كلها اخد ست نقطة اه يعني اه لا من تالي كان اخد اكتر مش عارف الحزب ايو ستة وستة طب ده كده يبقى العشري هو كسب مطشين غير تعادلات بس هو كسب مطشين زي اللي كسبهم قبل كده اه لا كم جمع نقط بس القصد هنا التأثير كبير جدا لطرق العشري صحيح لو نبص بقى رقبان عشان ما نضعش وقت المتابعين معانا فاركو كان اكثر فريق تالت اكثر فريق يخسر الكرات في منتصف ملعبه فترة الكابتن هاب جلال نقل كتير في منتصف ملعبك بتقدي لمشاكل كبيرة جدا وخصوصا ان العناصر اللي هو الحارس شيكا على عناصر الدفاع رامي صبري على العناصر اللي معايا حتى مودي المميز بس ساعات كتير بتطول منه الكرة شوية لانه هو لعيب كرة فبيزودها شوية كان بيخسر الكرات في هون نصف ملعبه يمكن نفتكر دلوقتي اول جون تلقته فاركو في الدوري كان من البنك الاهلي الكرة الشيكا كان بيحاول الكرة فرجله وتخطفت جاد جون وفيه اهداف كتير جدا تلقته فاركو بنفس الطريقة حتى في مبارات الزمالك فيه غلطة حصلت تعال نشوفها من اخطر فرص الزمالك لما رامي صبري بينقل الكرة غلط راحت لزيزو عمل منها هجمة خطر جدا اللي هي اخطر كرة للزمالك كانت نتيجة خسارة فاركو للكرة في منتصف ملعبه يعني هنا الكرة وهي مع فاركو هتتنقل لص ملعبه الامامي اما بيخسر الكرة هيحاول هنا بص هنا لحظة عادية جدا من البناء السهل يعني ممكن هي جاية معنا بدري شوية هنا بص هنا رامي صبري هيحاول يمرر رغم ان مفيش ضغط كبير يعني ضغط الزمالك مش شارس خلي بالك بس رامي صبري غلط في تمريرة ارتدت بأخطر فرص الزمالك في المباراة اللي هو سيف حطها وبعد كده رامي كملها في الايم المشكلة دي خلينا نقف بس سواني مشكلة دي كانت مشكلة متكررة جدا في فاركو خلينا نبص الصورة الاول هنروح له صورة ياريت تكون جاهزة معنا للتمريرات الخلفية اللي كانت بيتمارسها وفاركو في مباراة زي مثلا مباراة امبي اللي هي اخر مباراة لكابتن ايهاب جلال هنري عايز الى القاتة الى مباراة امبي لعدد التمريرات اكتر من خمس تمريرات ما بين لاعبه فاركو ه هتلاقي تمريرات كثيرة جدا بين لا تدلق مباراة الزمالة ده هنا من اول investment لو خلينا نبص على الزمالك عشان نبص بص کے هنا تمريرات اللي في ن React اكتر من خمس تمريرات مفيش لاعب في الخط الخلفي مرة الازميله اكتر من خمس تمريرات لا احنا بتتكلم على التمريرات الخامسة دايما في التلت الاخير بصيلي بقى في مباراة إمبليا كانت آخر لقاء للكابت النهاب جلال بصي الشبكة هتعملة إزاي يا كريم دي شبكة يعني بين الاتنم السكين فيه 25 تمرير رايحة جاية 25 تمريرة رايحة جاية بين الاتنم السكين 11.14 وعدد كبير جدا من التمريرات بالتم في النص ده كانت فيه أخطاء كبيرة لأن الكواليتي مش عالي فارقه من باطش المصري لو الناس تتفرج على الجنين هتلاقي كرة طويلة وكرة تانية النهاردة من أول لحظة في المباراة بيلعب كرة طويلة ويلعب على كرة تانية بالمناسبة لكابت النهاب العاش تتول تاريخه بيعمل كده وهو ناجح لأن دي الكواليتي اللي موجودة في الأندية اللي ضربها كابتن طريق العاشر يعني أنت عشان المنتخب يلعب كرة ويبني من الخلف بيكتر يروح يدور على المدفعين وتروح تدور على محمد عبد المنعم تروح تطور في حجازة تروح تطور في الوينش ولسه محدش عارف يعملها بشكل كويس قوي يعني خلي بالك يعني على مستوى منتخب مصر فالقماشة اللي كانت متاعها لكابتن طريق العاشر في الأندية مش قماشة اللعبة هتبني من الخلف وحاجات زي كده كمينونا اللقطاتة جمعا؟ هتبقى ها دي هنا زي ما قولوا دي خلصناها دي هتبقى اللقطاتنا اللقطات بقى فارقه كان بيعمل النهاردة كرة طويلة وكرة تانية كان بيعملها في موتش المصري وبيحاول يعمل ضغط عكسي دي الحاجتين اللي بيجيد انا عايز اخده الكرة في نص ملعب الخصم بص هنا ده الجوني التاني جاء من كرة طويلة اشترك خده الكرة التانية سجلت هدف اا اكتر والجوني الاولاني جاء من الضغط العكسي انا هاخده الكرة من نص ملعبك الحاجات اللي كانت بتخسر فارقه هنا بص الكرة الطويلة في خطأ طبعا من دونج ان راح يعمل ضغط تاني مع اسيسي رغم ان المفروض كان يلتزم بمكانه وخطأ من عواد بس فيه تميز لعمر جمال هنا بقى بص الضغط العكسي اول ملعب فارقه بيخسر الكرة وقف هو خسر الكرة شو كان لاجب بيكمل ما بيقفش فيه اوقات كتير انت كمهاجم وبتخسر الكرة بتقف وبترجع لا هو بيعمل الضغط العكسي لو الناس تفرجت على موتش المصري هتلاقي الحاجتين دول موجودين الستونات مجوشوا اعتباطا جم من حاجتين طبقوا من كابتن طريق العشري بنجاح جدا لعب كرة طويلة ولعب على كرة تانية بشكل جيد ولعب على ان ناخد الكرة في ملعب الخصم اللي كان بيعلم انه فارقه حوله الميزة والنقطة الاخيرة بقى لا مش بحتاج ان احنا نشرحها بالحالات دفاع منظم جدا بخطوط الملعب فارق كان ملعب في 20-30 يارضا ومقفل الملعب عز مالك بكل خطوطه ودي اعتقد يعني ايه طريق العشري مميز فيها وده اعتقد النهاردة سر تفوق فارقه ولمس الطريق العشري السريع جدا السريع جدا على الفرق اللي هو بتبقى شبه اللي بيدربها في فارقه يعني هو طريق العشري ده ما كان من جاء مع طلعي الجيش الفرق المتوسطة في الجدول اللي مالهاش تموح تنافس بس في نفس الوقت يقدر يحطون في مكان جايت جدا في الجدول وده يحسب للطريق العشري من ناحية تانية يا داود النهاردة مش نهاردة بس مبارئة الاخيرة لنادي الزمانك واحدة من اهم نقاط قوة نادي الزمانك من الموسم الماضي وحتى في بدايات الموسم الحالي القراط العرضية سواء ثابتة او متحركة الزمانك افتقد ده النهاردة بشكل كبير طيب خلالي انا اقول ان الزمانك على مدار الموسم الحالي بيعاني جدا في القراط العرضية وده كان ارث سابق لنادي الزمانك كان يعني كان الشيئ حامد سابو باترس كارترون لنادي الزمانك رغم ان باترس كارترون كان عنده مشاكل فنية كتير لكن كان بيعتمد على جودة الأفراد اللي موجودة معه ده كان يخدمه كان موجود بن شرقي وفرجاني ساسي ومصفى محمد كلها عناصر زيزو كلها عناصر تقدر تساعده أنه هو يقدم كورة جيدة جدا لكن الفكرة الرئيسية اللي كان بيطبقها باتريس كارتلون مع نادي الزمالك لما يوصل لتالت الملعب الأخير طلع الكورة على الطرف إلعب عرضية واعمل كسافة كبيرة جدا داخل منطقة الجزاء وده شيء ساعد نادي الزمالك فيه أنه هو يحسن بطولات كتير باتريس كارتلون نفسه لو نفتكر في آخر سبع مباريات الزمالك حسن بيها الدوري ما قبل الماضي نفتكر الكورات والزيادة اللي كانت بتحصل حتى أوقات من الظاهيري لأيصر محمد عبدالشافي يدخل جوا منطقة الجزاء مروان حمدي الكورات العرضية وقت كارتلون كنت بقول إيه الله يكون فعون منافسين الزمالك وانت هتراقب مين ولا مين يعني آية عرضية بتلاقي أربعة موجودين في منطقة الجزاء بالضبط دايما كان المهاجم والوينج العكسي ولعيب رقم عشر أو تسعة ونص سوقتها اللي كان روباوما وثمانية واللق بالضبط كان بيبقى فيه كسافة كبيرة للدرجة أنه كان فيه لقطة شهيرة في مباريات الزمالك شيكبال الهوم مش بيلعب برسه ودخل جوا منطقة الجزاء عشان الكورة العرضية اللي بتتلعب نيجي نشوفه النهاردة بقى الزمالك عاجز تماما هجوميا كان بيقدر يوصل لتلت الملعب الأخير على أطراف الملعب مش من عمق الملعب ولما توصل لتلت الملعب الأخير من على أطراف الملعب الحل الأول لقدامك قدام التكتلات الدفاعية اللعب عرضية هنا هنشوف بقى أكتر من خطأ في عرضيات الزمالك في النهاية بتوصل الزمالك اللي هو مش بيقدر أنه يكون ناجح الأخطاء دي اللي هي زي إيه إن العرضية تتلعب على القصيرة على القائم القريب قبل ما نبدأ نستعرض حتى الحالات عايزين نلخص الفكرة أو نبدأ نستعرض هنا طب نستعرض بقى حالة حالة من الأول بس عشان نقدر نقرر الحالات والناس هتشوف إيه نوقف ثانية هنا مفيش كسافة جوا منطقة الجزاء المهاجب مش بيقطع على العرضة القريبة الكرة أصلا أوقات كتير مش بتوصل للقائم البعيد وبتتقطع من العرضة القريبة دي دول التلات مشاكل الرئيسين اللي موجودين عند الزمالك النهاردة في الكرات العرضية دي حالة مثلا من زيزو هنشوف مفيش كسافة داخل منطقة الجزاء والجزيري ما قطعش على العرضة القريبة ما قطعش متحركش على العرضة الأولى هنا هنشوف برضو نفس الفكرة مفيش كسافة داخل منطقة الجزاء والكرة أصلا مش بتعدي العرضة الأولى هنكمل نفس اللقطة لأن اللقطة دي هبقى فيها عرضية تانية ونفس الفكر مفيش كسافة لعب أو اتنين بالكتير الكرة العرضية مش بتعدي القائم الأول فدي كانت مشكلة قوي المهاجم كمان مش بيقطع على العرضة القريبة هنا دي نموذج لو قفنا على الكرة دي هنا كرة عرضية مالعوبة للاعب واحد داخل منطقة الجزائق اللقطة اللي فاتت دي لأنها مهمة جدا هنا نمار كان وصل أنه هو تمام لا لا دي الأهداف اللي بعد كده نحن نستمر في اللقطة العرضيات اللعب لدي بالظبط نكمل اللقطة اللعب لدي نكمل حتى الحالة دي برضو بالظبط هي اللقطة دي هنا الزماليك وصل لتلت الملعب الأخير الشيء اللي كان صعب على نادي الزمال والحل اللي قدام نوره أنه هو يلعب عرضية يلعب عرضية للمين بقى؟ ده السؤال بعد أن العرضية نفسها غير متخل هو سيف نفسه هو اللي مخرجه يعني سيف هو اللي بيطلع هنا المساحة موجودة لنمار أنه هو لعب عرضية هنا نمار لعب العرضية غلط ومش دي المشكلة لو حتى العرضية تلعبت صح هتتلعب للمين؟ 4 على 1 ده السؤال اللي موجود في الزماليك عشان كده وبالمناسبة الزماليك كان عنده واحد من أو مش واحد من هو أفضل لاعب بيرسل كرات عرضية في الدور المصري لعب زيزو ناحية اليسار أنه بياخد كتير من دقة عرضياته أو من إيجادته في العرضيات لكن دلوقتي حتى زيزو هموجود ناحية اليمين والزماليك بيلعب عرضيات عرضيات بتقابلها فيش كسافة داخل منطقة الجزاء المهاجم مش بيقطع على العرضة القريبة كمان الأوقات كتير العرضيات مش بتتجاوز القائم الأول دي مشاكل كتير كلها موجودة عند نادي الزماليك وأنا في وجهة نظري الحل الأسرع لمشكلة الزماليك عشان تسجل الكرات العرضية ليه؟ لأن معظم مدافعين داخل القرى وداخل الدور المصري بيعجزوا وبيفشلوا في التعامل مع الكرات العرضية فدي مشكلة أعتقد أن كحل مبدئي محتاج الزماليك يبدأ يتعامل عزيزي أسألك بقى على بديل إمام عشور المرض سيف جعفر كان له بعض المميزات وبعض السلبيات المميزات والسلبيات حضراك تقول لي عنها جميل هي النهاردة يعتبر أول تجربة كبيرة لسيف اللي اعتماد عليه بشكل أساسي سيف ظهر على فترات مع الزماليك الموسم الماضي وكانت حاجات مبشرة ولكن ما ثبتش نفسه بشكل أساسي النهاردة كانت الإجابة عن السؤالين كانوا متجاوبين هل سيف لعب مبشر؟ نعم لعب مبشر سيف بيعمل حاجة مميزة جدا فيه تمريراته دايماً لقدام وبتعمل شكل هجومي مميز للزماليك تعال قبل ما نتكلم على يعني ناخد الشق الأول اللي هو اللي الزماليك ممكن يستفده من سيف جعفر وعلى فكرة تغييره بين الشرطين كان بالنسبة لي غريب لأنه كان من الموجدين في الزماليك في الشرط الأول تعال نشوف اتجاهات تمريرات سيف سيف أما الكرة بتبقى في رجله بيمرر إزاي هتلاقي حاجة مميزة جدا في سيف تمريراته مقارنة باللعبين اللي بتلعب في زحمة وسط الملعب لأ أغلبها لقدام يعني هنا اتجاهات تمريرات سيف يعرض يا جماعة الصورة اللي فيها اتجاهات تمريرات سيف جعفر هتلاقي أغلبها لقدام يعني قبل ما نخش اللقطات نبص على التمريرات بتاعة سيف جعفر يلا هتظهر حالا دلوقتي عموما هي أغلبها لقدام دي هنا بص هنا الديريكشن هتلاقي لقدام أكتر من نص الكرات وده رقم مميز للعب بلعب في عمق البلعب على فكرة يعني 46% منهم لقدام و38% حتى بينهم جانبية و15% بس تمريرات للخلف يعني دي رقم كويس جدا بالنسبة لسيف تعال نشوف بقى باللقطات ده كان بيأثر إزاي في الزمالك في صناعة فرص سيف صنع 3 فرص للزمالك في الشوت الأول وده عدد كويس على فكرة تعال نشوفهم وأول دي في أول ديئة من المباراة تعال نشوف هنا سيف حيمرر إزاي لأ معلش دي لقطات سيف الجزيري احنا عايزين سيف جعفر بقى وكان عندنا كنت المقارنة بين سيف وعمر جمال لا احنا حنروح ننتقل الأول لسيف بص هنا في أول دقيقة بص هنا الباص الباص لقدام وقفل أول ما الباص حتى وقفل فينا مشكلة عند سيف يعني لو نرجح في ريم واحد بس الباص ده لو اللي فروت سريح شوية يا كريم يروح يجيب جون صحيح يعني الباص طالع من سيف جعفر لسيف الجزيري يروح يجيب جون بغض النظر أن سيف الجزيري هنا أخطأ في الاستلام واستلام لورا وعطل الهجمة نكمل بقى ونشوف اللي بعد كده لسيف جعفر كان بصرف إزاي في التلت الأخير حتى الكرة العالية لعبها بدماغه بشكل كويس صنع منها خطورة جيدة جدا لزيزو دي من الحاجات اللي كانت قريبة للزمالي كلها باتمرت على رجل أو دماغ سيف جعفر تعال بص في نهاية الشوت برضو دي بص التمرينة بيقدر يعد بيقدر يتجاوز بيعرف يطلع زيزو بشكل جيد هنا سيف جعفر كانت تمرينته الأمامية جيدة أنت قلت بقى سؤال ممتاز جدا إيه ليه؟ ليه سيف مفردش نفسه الموسم اللي فات وإيه المشاكل اللي هتواجه الزمالي في وجود سيف جعفر بس هو ما كانش ده الإجابة بتاعت سيف اتغال ليه بين الشوتين صح سيف تعال نبص على أرقامه الدفاعية في الشوت الأول في مباراة الزمالي فيه مشكلة حقيقية عند سيف الأرقام الدفاعية الأرقام الدفاعية مش متناسبة مع فريق بيحاول ياخده الكرة لا سيف الفوسبو الكرة طول الشوت أربع كرات خدهم سيف منهم التحامات نكحة تنين يعني فيه كرة مثلا من الأربعة دول واخدها لما اللي هي زي نتقول كرة مالها صاحب وسيف لماها قطعوا الكرات زيرو تصدي اللي هو عمل بلوك لأحد اللاعبين مثلا هو بيسدد أو هو بيمرر زيرو الفوسبو الكرة التانية واحدة بس يعني شفتنا مثلا بمكن اللاعبين تفرقوا بالفوسبو الكرة التانية ثلاث مرات في لقطة واحدة الالتحامات الهوائية واحدة فدي الأرقام هي دي مشكلة سيف فيها جزء بدني يعني هو محتاجين يعني محتاجين من اللاعب اللي بيلعب في مركز عشرة في نادي حيروح ويهاجم ويدافع وكلام من ده يبقى فيه قوة بدنية قوة في الالتحامات ما يبقاش اللعب يعني اللمسة الجمالية مطلوبة ودي كان مجددا بسيء العشرة التقليدي بتاع زمان ده اللي هو اللاعب الحريك اللي بيوزة صاحب الكرة ده انسى يعني كاب انتهت كده عصر زيدان وكابتر حازم إمام انتهى صح فاحنا في عصر دلوقت اللاعب الوسط اللي هو بيمثل إضافة هجومية وفي نفس الوقت ركيزة من ركائز الدفاع فسيف محتاج يشتغل على الجانب البدني ومحتاج يشتغل على التحاماته وقوته البدني عشان تساعد ان هو يكون وسط الزمالك مش مستباح فوق طيب نخش المنبخ نجاة شوية الحاجات لشباب بلوزداد عشان دي مواجهة مهمة نروح لفاصل ونرجع يكون داود طبخ لنا الطبخة الحلوة ازاي الزمالك يفوز على شباب بلوزداد ان شاء الله يوم الجمعة القادمة خليكم معنا ليعلم بحراركم مرة واخرق داود طبخ الطبخة خلاص هايقول لنا دلوقتي الزمالك ازاي يكسب شباب بلوزداد يوم الجمعة اللي جاية يكسب الزمالك ان شاء الله بإذن الله يكسب الزمالك بس شباب بلوزداد مش فريق سهل فريق صعب جدا ورقم صعب في المجموعة وقد يكون في يعني كحالة فنية واحنا بنبص على الأسماء اسم الزمالك أكبر اسم الترجي أكبر لكن كحالة فنية الرقم الأصعب حاليا هو شباب بلوزداد وده شيء الناس محتاجة تكون عارفاك بشكل كويس جدا زمالك هيلاعب فريق هو بطل الدوري الجزائري في آخر تلات مواسم ومتصدر الدوري الجزائري في اللحظة الحالية منتخب الجزائر اللي كان بيلعب امبارح أو أول امبارح نهائي كاس أمم أفريقيا للمحليين التشكيلة الأساسية اللي بدأ بها منتخب الجزائر كان فيها سبع لاعبين من شباب بلوزداد سبع لاعبين ده رقم كبير جدا 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 خلينا نقول منتخب الجزائر كان بيلعب ثلاثة أو خمسة ثلاثة اتنين ثلاثة نص الملعب بالكامل كانت موجودة من شباب بلوزداد القندوسي اللعيب النادي الأهل الجديد صفقة جية كان موجود على دكة الاحتياط في المباراة بتاعت النهائي نتكلم أن الاثنين وينجي باكس بتاعهم ودي نقطة مهمة جدا اللعيبة الأطراف اللي بيلعبوا وينجي باكس مع منتخب الجزائر كانهم بيلعبوا بكات مع فريق شباب بلوزداد السنائي من شباب بلوزداد والعنصر الرئيسي في قلب الدفاع من شباب بلوزداد وحارس المرمى من شباب بلوزداد همتكلم عن الكور الرئيسي تقريبا بتاع منتخب الجزائر المحلين من شباب بلوزداد لكن النقطة الجيدة نوعا ما أن الجزء الهجومي أو الشق الهجومي ما كانش فيه لعيبة من شباب بلوزداد الفكرة الأكبر أو العناصر الأفضل الموجودة عن شباب بلوزداد موجودة في الخط الدفاعي موجودة في خط النص وعشان نبدأ نتكلم على شباب بلزداد على طول خلال نروح للعيبة نروح للأفراد مين اللي بيلعف شباب بلزداد خلينا نبدأ نتكلم بالكلام عن فوجة نظري أهم لعيب موجود عن شباب بلزداد حاليا هو بالخيطر أو اللعيب الظهير الأيمن حاجة كده شبه نوعا ما ممكن نقول علي معلول في الدولة المصر لعيب بيزيد عرضياته متقنة جدا يبين له فيديو نستعرض أنه هو أكتر لعيب في فريق شباب بلزداد خلال الموسم الحالي عمل تمريرات مفتاحية ويتقدم للأمام دايما فاتح جبهة قوية جدا واعتقد أن ده تحدي صعب هنا الراجل اللي بيستلم نوقف سنة الراجل اللي بيستلم على طرف الملعب ويعمل العرضية المتقنة دي دي مش الجناح ده الباك متمركز قدام هو اللي هيعمل العرضية المتقنة اللي هنشوفها نكمل العرضية العرضية بتطلع من رجله بالملي تقريبا على رأس المهاجمين ده بالخيطر الظهير الأيمن بالنسبة لشباب بلزداد مرة تانية الراجل اللي هو منطلق دايما منطلق دايما بالخيطر مرة تانية بيصنع فرصة بعرضية متقنة مرة تانية الراجل المنطلق خلاص أي حد منطلق ناحية اليمين هو فاتح الجبهة اليمين باسمه في شباب بلزداد مرة تانية بيصنع فرصة خطيرة مرة تالتة أو مرة ربعة دايما انطلقاته مهمة وخطيرة بالنسبة لشباب بلزداد تشوفوا لقطات أكتر كمان دايما مهاري كمان في واحد على واحد بيقدر يراوغ بعدين يعمل التمرير مش بس عرضيات عالية لا بيشوف عينه كويسة جدا هو لعيب كبير جدا بالنسبة لشباب بولوزداد فهنا بنتكلم عن لعيب مميز اعتقد ان احنا هنا هنبدأ ننتقل عن بعد بالخيطر زي ما قلنا هو الظهير ودي حاجة مهمة جدا عن شباب بولوزداد ان خطورتهم الاكبر عند الازرة السناء الظهير زي ما قلنا هم دولي مع منتخب المحليين بالخيطر الظهير الايمان لعيب قوي جدا بيفتح جابها وهنا مهمة قوية جدا سواء اللي هيبدأ في المباراة عبدالشافي وعنده خبرات كبيرة جدا او اعتقد ان فتوح ممكن خلاص هو اللي يبدأ المباراة دي وان هو يلعب وفتوح لعب متشاطع على لعيبة كتير في دوري ابطال افريقيا فالجيم مهم جدا لفتوح ان هو يقفل واحد من اهم فتاح اللعب تاني لعب عايزين نتكلم عنه اللعيب بالخير بالخير لعيب عنده 21 سنة بيلعب نحية اليسار بيكمل جواه منطقة الجزاء ولو نفتكر الزمالك عنده مشكلة كبيرة من مباراة الاهلي في التخطية العكسية عايزين نشوف الراجل ده بيسجل اهدافه منين هو هداف الفريق بستة اهداف عايزين نشوف بالخير لعيب عنده 21 سنة الظاهير او الجناح الايصر بيسجل منين لو بدأنا نستعرض اهدافه هتكون شيء مهم جدا لان دايما بييجي من البلاين سايد الزاوية اللي محدش ياخد باله منها بيسجل اهدافه نستعرض برضو اهداف هو برضو اللي يكمل في الكرة دي كان من متابعة جواه منطقة الجزاء لكن في اهداف اكتر هتكون بتوضحوا لسه لعيب شاب عنده 21 سنة دايما بيكمل دايما في الزاوية العكسية او بيكون دايما لعيب مش متشاف هو اللي بيجي من الناحية البعيدة ودايما شوفوا جواه منطقة الجزاء بيختارك منطقة الجزاء دايما عينه على منطقة الجزاء بيكمل جواه منطقة الجزاء بشكل كويس دايما هنا برضو اللعيب بيخش هنا زي ما قلنا شوفوا دايما كل هدفه من قلب منطقة الجزاء باختراكات من منطقة الجزاء دايما بيكون حاضر فيها لعيب مميز جدا هنا زي ما قلنا لعيب ده على الورق بيلعب جناح شمال لكن زي ما احنا شوفنا قد ايه موجود دايما جواه منطقة الجزاء والسبب الرئيسي في ده زي ما قلنا هو فريق دايما البكات بتوعه طيرين فالجناح مش محتاج يمسك القطر بيخش أكتر لعمق الملعد صداع من يمين وإنها مش مال بالضبط هي دي الفكرة اللي موجودة عن شباب المزداد طيب داي خليني من ناحية تانية أقولك إنه الزمالك مازال عنده صداع اسمه فكرة المهاجم بالصريح مازال صداع لو سيف حالته تبقى الأمور جيدة لو سيف مش حالته ما فيش بديل فالأمور دايما صداع عند نادي الزمالك نحن لقى إزاي يعني خلينا نقول إن يعني من كلام داود كده واستشفينا إن الزمالك علي أن يكون وقعش وفي مبارات أفريق في جملة جميلة كده بتقلقي حزاري من كبرياء يعني فيه ساحات أنت الكبرياء بتاع الفريق أنا الكبير أنا التاريخ أنا كذا 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 خليك دايما نلعب على الحالة الأخيرة بتاعت الزمالك يعني بتاعت الفريق بتاعك الزمالك حاليا فيه معاناة كبيرة في التسجيل فالزمالك مش محتاج يكون الفريق اللي بيبادر وبيفتح خطوطه بشكل كبير جدا وكلما تأخرت في أن تستقبل هدف كلما زادت حجوزك في الجيب ولكن نقطة المهاجم مؤثرة جدا 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 وخصوصا في ظل عدم قيد ناصر مانسي اللي كان حبق بديل جايد لسيف لأن السيف الجزيري من اللعبة اللي ملهاش يعني فيه ساعات لعيب انت ضامن منه مثلا 6 أو 7 من 10 لأ سيف ممكن يديك ماتش 9 من 10 زي ماتش فيوتشار كده وماتش تاني 3 من 10 يعني النهاردة مثلا تعالا نبص لسيف الجزيري مقارنة بعمر جمال نبدي عمر جمال حقه رجل المباراة تم اختياره تعالا نبص مقارنة بالاتنين وخصوصا نفارقه مثلا ما كانش الفريق اللي بيهاجم بكل خطوطه فنقول كانت فيه فرص كتيرة لعمر مقارنة بسيف تعالا نبص هنا اللقطة دي مرجعية دي أول حاجة احتفاظ بالكرة بص هنا سيف هيخسر الكرة بمنتهى سهولة ازاي؟ وفي نفس اللحظة دي الكرة هتروح لعمر جمال شوف هيحافظ عليها ازاي رغم انه وقع لا حيحافظ عليها لغاية لما يخرجها بشكل سليم في النهاية هاي وقفنا كده اللقطة دي خلاص كده مش عايزين منها حاجة بص اللقطة دي وقف بقى هنا وقف ارجع لي بقى سنة صغيرة ووقف ارجعوا يا كرة وقف لسه هيمسك يعني هنا بس روح الفرود بيروح للجون لا سيف اختار انه يرجع لورا وضيع هجمة كانت ازاي بقولك في بداية اللقاء دي كانت صفر وصفر كمل بقى قارن الهولي بعمر جمال خل هلس كده الهجمة احنا وقفنا المشاهد شاف بجيدا ازاي سيف اتصرف انه مش قادر يروح بص هنا عمر جمال كان فين وبص حيتحرك بشكل ايجابي ازاي جوا المنطقة ويصدع لنفسه خطورة بيطلب الكرة جوا المنطقة بوشه ورايح لقدام خلينا الحلقة الجاية برضو هتبقى كاشفة برضو للي احنا بنقوله اول ما سيف يستلم وقف وقف هنا انا او سمحت لا ارجع لي سنة برضو ارجع لي معاليش انا حبقى رزل شوية بس عشان مشاهدين يفهموا شوية الدنيا معانا ازاي هنا انت كافر ودستلبت بص الكرة اول ما استلم سيف ديني فريم كمان بس وقف هنا التصرف الطبيعي ايه اطلع له قدام وين الفريق بص سيف بيتحرك ازاي هي ايه المراوعة انت هتخدها لما تعمل الكرة للخيف كمل بقى عادي اه كمل عادي خلاص الناس شايفت كويس سيف تصرف ازاي عطل الهجم عطل الهجم بليون المية تعال احقرانولك برضو بعمر جمالي عمر جمالي لازم ياخد حق بص عمر كان فين بص عمر اللي هنا علاش مانا في الشاشة بص بعيد برضو يعني انا بش بكلمك على فريق بيصنع فرص كتير بص عمر حيستلم بص وش وشه ازاي بقى هنا هتطلع هتطلع كمل هنا اول ما يستلم بص عمر جمال هنا هيهرب من عمر السيسي ويستلم بوشه وحيروح فين على قدام على قدام رايح على قدام يعمل هجمة كانت خطيرة جدا 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 له لتدخل فتوح وكانت فيه علاقة غريبة برضو من زمالك بتأكد شوية ان هزمت الفريق انا للأسف الوقت رحمني ولا يهمك اه للأسف الوقت رحمني ما هو ساحية احنا بنقول بقى ماتش وماتش فانا تمنى ان يكون في المباراة الجيدة يعني احنا خدنا ماتش وفيتشر كان سيف جيد ماتش ده واقع فممكن ماتش الجاي بقى موعدنا مع سيف الجزيل نورت كالعادة يا خليفة اتشرفت جدا بي ده انا اللي بتشرف بيك يا كريم وبتشرف بكل مشاهدينا حبيبي يا كريم تشرف بنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا